أهلا محمد أهلا فيك أول شي كنت أقول أنه أنا مصري بعدين قلت أنا عربي بعدين قلت أنا مسلم بعدين قلت أنا إنسان وربطت الأنا التقدم الروحي في عالمنا اللي إحنا عايشين فيه ده أن أنت تفقد الأنا كان عندك مناصب وايد كبيرة كد من مدرات تنفيذين في جوجل بس آخر شي سحبت على كل هذا المسئوليات والتجارب دي وصلتني في يوم من الأيام أنه كنت على درجة شديدة جدا من الاكتئاب والحزن فابتديت أحاول أن أنا أسعى أن أنا أفهم موضوع السعادة وللأسف إحنا محدش بيعلمنا السعادة مع أن أولادنا مسئولية إلا أنهم أكبر هدية ابني حضمته دخل غرفة العمليات ما خرجش أي أب في البنية يخسر ابنه يفكرش في حاجة غير أنه ابنه مات أنا بفكر أنه ابني عاش ونرجع بعد كده نقول له إيه رب أنت خدته خدته إيه يا ابني ده هو الدهولة من الأول هلا قبل ما تكملوا وتستمتعوا بالحلقة لا تنسوا تعلم السبسكوير وفعلوا الجلس موسيقى 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 شرفتني متشكر بكرمك وحسن ضيافتك موسيقى 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 كانت الفكرة دايما أن التركيز يكون على الإنسان فلو حطيت زخارف وفريمات وقلاس وكوب ودعاية كل حبة يستسويها يستاخذ من الإنسان اللي يارس معي عشان انتباه الناس يروح في كم شي فأنا كنت أقول لا خلي أملس ولا شيء إلا الإنسان بس لما يبقى الإنسان كده برضو أنت عايز الناس تبغل شوية موسيقى موسيقى اللي حلو أن محمد ما شايف اي بي توكس ما شفتش أي بي توكس يا إني طازج فبداية دائما أسأل وبسألك محمد بصراحة كيف حالك الحمد لله رب العالمين أنا تقريبا في أسعد حال في حياتي كلها معرفش بقى ده العجز ولا العمر ولا فضل ربنا علي ولا بيقولوا أنك لما بتكبر في السن بتي حاجات كتير قوي متبقاش فرقة معاك أنا في حالة من الرضا والسعادة الحقيقة ما شفتهاش في عمري قبل كده في حالة من التأمل الحقيقة أن أنا ما شفتهاش في عمري قبل كده وفي حالة من التفكر نتيجة أن بسمح لنفسي بوقت كتير جداً لوحدي بقعد بالأيام بالشهور ساعات لوحدي تماماً فبتفكر في حاجات ما شفكرش فيها قبل كده وبطريقة ما فكرتش فيها قبل كده بوقعة ما حصل ليش أن أنا يعني لقيت درر من الفكر بالشكل ده قبل كده علاقاتي كلها الحمد لله بخير الناس اللي بحبها قريبة مني في حياتي والناس اللي بحبهاش بعيدة وكل ما أتمنى أنا بتمنى قليل جداً زي ما أنت شايف كده كل ما أتمنى موجود الحمد لله فعمري وكنت أحسن من كده الحمد لله رب العالمين ومحمد منه الله أعلم بقى أني ما بقيتش ما ما بقيتش عارف أنا مصري طبعاً مية في المية اتولدت لعيلة متوسطة في مصر لكن يعني محبين جداً وفي منتغى القرم أعيشت في مصر حد ما كان عندي 25 سنة وبعدين جيت الإمارات وأنا عندي 26 سنة وكانت فاتحة خير رائعة بالنسبة لي الحقيقة من كل شيء يعني سواء خير من الرزق من المال أو الرزق من العلم أو الرزق من الاتصالات بناس فرقت معي وعملت لي واقع كثير في حياتي وبعدين شغلي سواء في التكنولوجيا أو ككاتب مشهور عالمياً خلاني اتحرك كثير أو فعشت في نيويورك وعشت في سان فرانسيسكو وعشت في لندن وعشت في مونتريال وعشت في أماكن وعشت في أمستردام وعشت في أماكن كثير جداً وزورت أماكن كثير جداً كنت كنت أتكلم واحد من أصدقائي النهاردة أني رحت إسطنبول 71 مرة من شغلي وكنت بتكلم قليل من اللغة التركية لو تصدق عندهم عربي كثير أوي بس بكلموا غالط فأول ما جئت الإمارات قلت لنفسي لا أنا مش مصري أنا عربي وبعدين بعدها بشوية ابتدت أقول لا ده أنا مش عربي ده أنا مسلم لأنه عالم الإسلام أكبر بكتير من عالم العرب وبعدين ما احتكاكي بقية الجنسيات في العالم قلت لا أنا بني آدم ودلوقتي أنا في مرحلة غريبة جداً أن أنا مش بني آدم أن أنا يعني روح من الأرواح زي بقيتنا كلنا بقية كل الخلق يعني وبحاول إن أنا أعيش بالمنظر وبحاول إن أنا أقول إن أنا مفيش فيا شيء إيجو ما عرفش كلمة إيجو الأنا 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 أنا تعلمت من البرنامج أنا يعني طبعاً المشاهدين يعذروني إن أنا عيشت بره الوطن العربي كتير فيمكن كلمة عربي تقع مني فلاقيها في الإنجليزي لكن ده مش قلة محبة اللغة العربية بالعكسة أنا محبي جداً اللغة العربية فما هي لا مش يعني مش أعتقد إنه هو جزء من التقدم الروحي في عالمنا اللي إحنا عايشين فيه ده إن أنت تفقد الأنا تفقد الطريقة اللي أنت بتوصف بها نفسك وتوصف نفسك على إنك واحد مننا لما توصل إن أنت تشوف نفسك على إنك جيد بس واحد زينا زي كلنا أعتقد إن ده مكان مريح جداً للنفس لأنه ما يبقاش بيه مقارنات ما يبقاش فيه ده أحسن مني وده أوحش مني ما يبقاش فيه غرور ما يبقاش فيه حزن وخبة أمل فمعرفش أنا منين من مصر عيشت فين في كل مكان مؤخراً جلالة ملك السعودية مشكوراً أعطاني جنسية شرفية للسعودية فبعتبر نفسي سعودي لكن بعتبر نفسي إن أنا من كل مكان بعتبر نفسي من أهل الإمارات من كتر ما أشت معكم وحبتكم لكن معرفش أنا منين أني مور نقطة وملاحظة معلل الجمهور فأنا اتصلت اليوم حق محمد قلت لي يا أخي أنت مقابلاتك يعني أنت جداً لبق بالإنجليزي كتبك بالإنجليزي فكنت أقول لي يا أخي كيف نقدر نفيد الجمهور هل نتكلم بالإنجليزي هل نتكلم بالعربي؟ قال يا ناس أنا مم سوي مقابلات بالعربي قلت لي تعرف شو؟ أول شي لو بنفيد الناس والبشر خلنا نفيد بالمكان اللي نحن منا المنطقة اللي نحن فيها وإذا صار بعدين نسوي بالإنجليزي نسوي بالإنجليزي أنا أعتقد أن دي كانت فكرة هيلة يا ناس بصراحة أنا بفتقد أن أنا أعمل مقابلات بالعربي وبفتقد أن يكون المحتوى اللي أنا بحاول أعلمه يكون موجود بالعربي وكثير كثير كثير حتى الناس اللي بتقرأ كتبي بالإنجليزي أو بأي لغة تانية كتبي في 37 لغة دايماً لو هم ليهم أهل عرب يبعتوا لي يقول لي تب ما عندكش محتوى بالعربي فإن شاء الله النهاردة نكون بنسوي حاجة مختلفة و جديدة إن شاء الله نستعقبها بإذن الله محمد أنت يبتلي كم من نقطة النقطة الأولى الأنا الإيغو وتعال حتى مثل ما قلت نحن ربع اليوم فلو في وصف أو شيء تبقى تقوله بالإنجليزي عادي أهم شيء المحتوى والفايدة تعم الفايدة أهم عن اللغة مصبوط أهم شيء نوصل للفكرة فالأنا والإيغو موضوع شاسع موضوع يمكن الدنيا الحين بدأت تسلط الضوء عليه ومرات هنا يليس أفكر فأنا بعطيك من الشوية القليل اللي فهمت أنا أحس وايد الإنسان اللي حاس بالنقص تشوف الأنا عنده عالي طبعاً والإنسان اللي مرتاح من نفسه تشوف الأنا مش موجود بعدين تقرش يا محمد تقول أنه لا الأنا كل إنسان عنده من أول ما أنت تنولد وكل الانتباه والحب ويأتيك من طرف واحد أنت تبكي لا تتيب الأولاد تتيب الأم والأبو أنت تعيط وتضرب وشي يساوون لك فإنسان إنسان كطفل كجنين تستوعب أن أنا أستقبل الحب ليس بشرط أعطي بس لازم أبكي وكل حد الانتباه كله بي علي أنا فهنا نقدر نقول بداية تشكيل الأنا عند الإنسان وبعدين في ناس بيقولون لك لا تحتاج الأنا خصوصاً في الرياضة يوم أنت في سباق أو في منافسة أو في ملاكمة أو في مبارات كرة لو ما عندك الأنا ما بتقول أنا أبا أغلب الطرف الثاني ولا أنا ما أقبل الخسارة وكذا وكذا فحين أنا عطيتك النبذات أنت في رأيك الأنا عشان تجلت على كبر أناس لاحظت أن الأنا عندي بدأ يخف وبدأت أشوف نفسي كعامة البشر أنا واحد منهم أول شيء كنت أقول أن أنا مصري بعدين قلت أنا عربي بعدين قلت أنا مسلم بعدين قلت أنا إنسان وربطت الأنا فحين لك الأنا والله يا أناس أنا أعتقد والله أعلم هناك نظريات كثير جداً جداً عن الإيجو الأنا أنه إمتى بتظهر في الإنسان هي بتظهر في الإنسان في كتبي أنا يعني في البحث اللي سويته أنه أنت بتبدأ حياتك كطفل الطفل ده لما تبص على طفل بدء قبل مرحلة الكلام بيندمج مع كل شيء تقدم له أرنب يلعب مع الأرنب تدي له لعبة يلعب باللعبة ما فيش فرق ما بينه وما بين أي شيء لحد ما بنبدأ الكلام فإنت يجي طفلك الله يرحمه ابنيها بنقول له يا علي يا علي فهو يسمع كلمة علي دي وده موجهة لي يبتدي يعرف أنه ده علي ده أنا فيبتدي الأول يسمي نفسه علي تشوف الطفل يروح لأمه يقول علي عايز كذا علي يحب كذا علي زعلان في الأوائل الكلام وبعدها بشوية يبتدي يطلع في كلمة أنا يعرف أنه أنا دي ده بقى فيه كيان مختلف عن بقية الكينونة بقى الكيان ده الوحده مختلف عن البقية ويبتدي الكيان ده زي ما حكيت وتفضلت يقبله متطلبات زي بعد ما بقول أنا بقول ملكي وبقول تبعي وبقول يعني أكبر الأنا بتاعتي دي الأنا بتاعتي دي تكبر من أنا للعبتي لصيارتي وهكذا وأفضل أكبر فيها أكبر فيها أكبر فيها المشكلة أن أنا كل ما بكبر فيها كل ما بزود عليها حمل هي مش قادرة تشيله لأنها مش ما هيش مصممة لهذا الحمل إحنا الأنا بتاعتنا بسيطة جدا شخصك هو روح وجسد هو ده شخصك وليك أخلاقك وليك طباعك وبعدين تبتدي تخرج للعالم اللي حواليك تقول ده في أنا وفي هو وفي هي ده هو عنده سيارة أحسن من سيارتي يعني لازم أجري زي المجنون عشان أجيب سيارة زي سيارته أول ما أجيب سيارة زي سيارته ألاقي واحد تاني عنده سيارة أحسن وبتدي أجري زي المجنون عشان أجيبها وهكذا فيبدأ الأنا دي تبقى في الأول كانت صورة لتعريفك بنفسك تبتدي تبقى من أهم أسباب حزنك وقلة ساعتك في العالم ليه؟ لأنه مفيش حد في الدنيا إلا لو كنت إيلون ماسك عندك أغنى واحد في العالم أي غني في أغنى منه أي جميلة في أجمل منها أي قوي في أقوى منه فكلما أنا بحاول أثبت إن أنا أحسن في شيء أنا دايما دايما خسرا دايما حزين أنت كانت نقطتك واضحة وجميلة بس كلمة أنا دي بتخليني أسعى أكتر في الحياة حاول إن أنا أكسب الماتش ولا إن أنا أبقى متقدم في الكلية أو في الجامعة ده مش حقيقي ده نتيجة الطريقة اللي إحنا تعلمنا بها إحنا للأسف في مجتمعنا العربي أكتر من بقية العالم لكن في العالم كله بنبقى دايما بنحفز أولادنا بالنجاتف بالسلبي بالسلبي يعني إيه نقول له زاكر كويس عشان ما تسقطش أمي الله مسيها بالخير كانت دايما تقول لي أنت لازم تتفوق عشان ما تبقاش تشتغل في الزبالة طريقة تحفزها اللي إياه كانت بتقول أنت لو ما نجحتش جدا ممكن تبقى زي أوحش شغلانة أنت ما بتحبهاش في الدنيا تمام؟ فإحنا بنحفز بالسلبي بس التحفيز بالسلبي ده ما هوش أحسن طريقة للتحفيز أنا لو حفزتك بالإيجابي أحسن لك بكتير جدا نخلي بالك في النهاية لو أنا قلت لك يا أنس أنت مطلوب منك أن أنت تروح من هنا لآخر الغرفة يتطلب منك أنك تقوم وتمشي عدد معين من الخطوات سواء أنت سلبي أو إيجابي في دماغك في قلبك هما نفس عدد الخطوات بس لو أنت مشيت الخطوات دي وإنت إيجابي الطاقة عندك أحسن صفاء النفس أحسن التعاملات مع بقية الناس أحسن الناس بتحبك وبتحاول تساعدك حاجات كتير جدا بتكون أسهل بالنسبة لك لو أنت متحفز بالإيجابي لو أنت متحفز بالسلبي فأنت على طول متنرفز وعلى طول قلقان وعلى طول خايف فبيكون عندك إيه؟ لو أنت عندك عشر وحدات من الطاقة النهاردة بتضيع منهم سبعة على سلبيتك ليه؟ لأن أنت كل تفكيرك رايح في الجزء اللي ملوش مهم في الموضوع معنا خلينا نقبق متحفزين بالإيجابي نقوم ونقول والله قدامنا عشر خطوات يلا توكلنا الله تمام؟ وده يمكن جزء كبير من السبب أن الناس حزينة يعني إحنا النهاردة للأسف عايشين في زمن أعتقد أنه من أصعب الأزمنة الممكن أي حد يعيش فيها نتيجة أنه السوشال ميديا أو يعني الفيسبوك والإنستجرام وهكذا وتيك توك وغيره بيدينا صورة غير حقيقية فإحنا بنقارن الإيجو بتاعنا إحنا الأنا بتاعتنا إحنا بأنا تصورية ما هيش حقيقية فنحس أن إحنا أقل منها فنجري وراها سلبيا من سلبيتنا أن إحنا مش كفاية نجري وراها وعمرنا ما نوصلها فنفضل في حزن ورا حزن ورا حزن ورا حزن العكس أو اللي صحيح؟ والله أنا أعرف عن أنس في الوقت اللي قضيناها مع بعض إنه مفكر يعني مهتم بعملك بتحاول تعمله بأحسن شكل ممكن كريم وأكرمتني من ساعة ما دخلت المكان كويس أوه أنا ما عرفش عنك أي شيء تاني غير كده وعلى فكرة لو فيك فيك أي شيء تاني غير كده ما يهمنيش في الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي ده أنا يهمني إيه غير قلبك طبيعتك روحك نسينا إحنا الكلام ده بقينا كلنا عمالين في مصر نقول بنتبرمج على بعض كل واحد فينا يحاول يظهر إنه أحسن من التاني للأسف لو أنت هو ده هدفك أنا مش مفروض أنه أنا أدخل أنت بتقول أكسب مطش الكورة نتيجة أنا أمركز على أنا لأ أنا بكسب مطش الكورة لأن أنا بحاول ألعب بأحسن طريقة أنا تعلمت ألعب بها أنا بحاول في مهمتي أنا مهمتي اسمها مليار شخص سعيد بحاول أنه أنا أوصل رسالة السعادة لمليار شخص الهدف منها ببساطة شديدة أنه أنا أصحى النهاردة ممكن أصحى النهاردة أقول لي مليار ده جمهة ما ده ده رقم كبير جدا ده أنا هفشة الفشل رهيب ده أنا عمري ما حاوصل أضيع 60% من المجهودي في الألقة وممكن أصحى النهاردة أقول للمهاردة شفت بقى ربنا عرفني بأنس وهنقض نعمل إي بي توكس توجدر وهيطلع مننا إن شاء الله يعني يمكن عشر أو خمستاشر ألف الله أعلم واحد يمكن يجلهم رسالة السعادة ويفكروا في السعادة بشكل مختلف تمام؟ ده الشكل الإيجابي لها فأجي لك هنا وأنا مش بقول لنفسي يا عم أهو أنس هيوصلنا لكام ده احنا عايزين مليار أجي لك هنا وقول لك لأ ده أنس ما شاء الله مساعدني إن أنا أوصل لعدد من الناس يبقى أقعد قدامك وعمل اللي أقدر عليه بقى أحسن شكل أقدر عليه ومن غير السلبية من غير الفكر السلبي بالعكس بالفكر الإيجابي بنتقدم أكتر بكتير في الحياة كلام حلو أعطاني وائد أفكار يا محمد ولكن أبا أسألك سؤالة حس مهم لأي إنسان طفولة أنت طريقة وحدة ومعينة جدامي لحين بس طفولة محمد كيف كانت؟ هل محمد دايما كان بالطريقة اللي أنا أشوفها مفكر ولا فضولي كيوريوس ولا تحاول تكون خارج السرب ولا لا كنت غير اللهي أنا سبتديت في أواخر أيامي أفكر في الموضوع ده كتير لأن أنا عندي شيء غريب جدا أن أنا لا أذكر تجارب سيئة في طفولتي ما عرفش ده بقى سببه أن أنا كنت أهلي يعني أبوي وأمي كانوا طيبين ومحبين فعلا ولا يمكن أنا كنت مهذب فما عملتش مشاكل فما حدش ولا يمكن والله أعلم أنا أعتقد أن أنا في طفولتي كنت يعني على درجة تقرب من التوحد فتقريبا ما بشوفش الدنيا زي معظمنا ما بيشوف الدنيا بشكل مختلف شوية حتى ده السبب أن أنا كتبي بتوصل للغرب اللي هو بيحب التفكير المنطقي جدا لأن أنا تقريبا كل حاجة بالنسبة لي فيها شوية أناليسيس كده يعني عاد أبحث في الشيء بشكل موضوعي فيمكن ده السبب أن أنا في حاجات مخدتش بالي منها يمكن مرة تكون أمي يعني زعقتلي مثلا أو ضربتني وأنا مخدتش بالي ممكن جدا 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 أنا كنت أكون مش متذكر يعني لكن الموضوع ده خلاني مع أنه أنا كنت مختلف جدا كطفل عن باقية مجتمعنا المصري أنت في مصر هتعمل يبطيب طفل يعني نازل تنزل تلعب كرة في الشارع مع أصحابك وما لما تكبر شوية تكلم عن البنات وهكذا أنا كنت بحب الماثيماتيكس الرياضيات بشكل مرعب بحب الفيزياء بشكل مرعب أنا كنت بقرأ كونتوم فيزيكس كنت بقرأ كتب معرفش اسمها إيه بالعربي كونتوم فيزيكس وأنا عندي ثمان سنين وكنت يعني وكنت ببحث في كل شيء قريت مثلا القرآن والصحيحين وغيره وأنا عندي عشر سنين وأفضل أبحث 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 طبعا في مصر ده بيخلي صحابك يقولوا ده عليك ده مجنون ده ما ينفعش الولد ده لكن أمي الله يمسيها بالخير وأبوي الله يرحمه كانوا دايما يشجعوني نعمل لها منه يعني إيه يعني في وقت ما الأوقات قلت لهم عايز أتعلم ألعب بيانو فأبويه يعني ما كانش متأسر جدا لكن دايما يقوم ضغط على نفسه شوية اشتري لي بيانو بعد أربع أسابيع قلت لهم لأ مش مش عارف مش هيحصل عايز ألعب جيتار تاني يوم بنزلنا اشترينا جيتار عايز أبقى نجار اشتروا لي أدوات نجار عايز أعمل موزايك تعال أنا نجيب لك أدوات الموزايك عايز أعرف كذا عايز أتعلم كذا يعني من الأشياء إن أنا طبعا فرقت في حياتي جدا أول ما قلت لهم عايز ألتعلم كومبيوتر كان عندي يمكن سبعة سنوات ثمان سنوات جابوا لي سينكلير وبعدين كومودور وبعدين آي بي أم كومباتيبل وهكذا فأنا بتعلم بشكل إن أنا حتى لما كنت بفشل كانوا برضو يفضلوا يعني محبين ومحاولين وموافقين إن أنا إيه ممكن نفشل في حاجة وانجح في حاجة تاني ودافع اعتقادي والله أعلم خلق حاجة في تسمحلي إن أنا أكون مختلف تسمحلي إن أنا أحس إنه مجمش مشكلة إنه صحابك يكونوا بيحبوك في شوية حاجات وأنه بيحبوك ش في حاجات تانية وإنه مفيش مشكلة إنك تفشل أنت تجرب شيء وإنت محبي لي وإنت ترجع تلاقي إنه لا بس تحاول تحاول بجدية وبعدين تلاقي انه هي دي مش شخصيتك لعد ما تلاقي شخصيتك ابويه الله يرحمه كان مهندس وكان ميثماتيشن كان يحب رياضيات زي جدا وكان مؤمن تماما انه هو انه الحياة يعني بتدرس في الواقع فكان من صغري اما كان عندي تسع سنين كان يبعتني كل سنة شهر من الصيف لبلد عمري ما زورتها قبل كده اول ثلاث مرات كان بيبعتني لحد اعرفه يعني مثلا عند خالي او اخويا كان مسافر او كده وبعد كده بقى بيبعتني لوحدي عندي 13 سنة يسيبني شهر لما بقى عندي 16 سنة كان بيديني فلوس تكفي اسبوع بيقول لي سافر لو حتكت شيء يكون له صديق في البلد اللي انا فيها لو حتكت شيء كلم الرجل ده لو شرفتنا وعرفت تلاقي طريقة ان انت تشتغل او توفر او 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 يبقى هايل وامي حبيبتي كانت قارئة كانت هي معلمة يعني بتدرس انجليزي كانت في الجامعة الامريكية المصرية وكانت طول النهار والليل بتقرأ طول النهار والليل بتقرأ يعني انت بتشوف امي بتعمل ايه في البيت يعني بتعمل اللي بتعمله في البيت وانت بتقرأ فطلعت محب جدا للقراءة وما بينهم واعتقد يعني فكري وطريقة رؤيتي للحياة بتده يتطور على هذا الاساس يعني ان انا ما بين حقيقة الواقع العالم اللي احنا عايشين فيه وما بين الاكاديمية لو تحب تسميها مع قبول شديد ان انا عمري ما حبقى شكلي يعجب الناس كلها فما فيش مشكلة ان انا ابا مجنون اعمل اللي انا عايزه ومش قصة وده فرقة معي جدا 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 فلما لما ابتديت اختلط بالحياة شوية يعني بشكل خاص لما ابتديت بكتب في كتاباتي كتاباتي مختلفة جدا عن المواضيع اللي بحاول اتكلم عنها بحاول اتكلم عنها بشكل مختلف جدا 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 يعني بكتب عن السعادة مثلا باستخدام معادلات رياضية بكتب عن السترس الضغط العصبي وهكذا باتكلم عنها بمعادلات رياضية لما اللي حمو ابني توفى حبيبي كتبت اول كتاب لي كان فيه جزء منه عن الموت وجزء منه عن ربنا سبحانه وتعالى عن وجود الخالق استخدمت الفيزياء مش الدين مش قصة ان احنا ده قال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول ده بنوع من الإيمان لو عايز تسميه يعني اللي هما في الإنجليزي بيسموه faith اللي هو عندي إيمان لكن عندنا في مجتمعنا العربي وفي الإسلام نسمي اليقين اليقين ده ان انت تبقى على درجة من العلم تتطلب منك ان انت تعدي قلبك وتقنع عقلك ان انت كأنك بترى شيء قدامك هو ده اليقين ان ان انت تبقى شايف قدامك حاجة مش بس بتتخيلها او بتؤمن بيها وانا لغتي كانت الرياضيات فبتديت اكتب عن الدين وعن مش عن الدين عن ربنا سبحانه وتعالى عن وجود الخالق وعن الموت بيحصل لنا ايه بعد الموت من وجهة نظر الرياضيات ومن وجهة نظر الفيزياء ومن وجهة نظر الاسترولوجي يعني العلوم الفلك والشكل ده كان منتقد في الاول لانه مش حد بيكتب عن الكلام ده بالشكل ده وبسرعة شديدة جدا ربنا وفقني وكتبي الحمد لله كانت دايما بست سالرز يعني لها مكانة عالمية نتيجة انه ابتدى العالم يبص على المواضيع دي يقول ايه ده ده في حاجة مختلفة ممكن افكر فيها في المواضيع اللي عادة بتكتب بشكل يعني يمكن نقول صوفت شوية روحاني بدل ما هو واقعي محمد هل انت تؤمن ان في نظرية تقول ان الانسان اول ست لسبع سنين من عمره هو طفل تحدد الثلاثين اللي بعدها لشكل كبير شكل كبير جدا جدا نقول نورتشر versus نيتشر هل نحن كطبيعتنا كنا عصبيين ولا مفكرين ولا لا بالتربية وبالعلم خصوصا في هالسنين الرئيسية تحددت كل شيء بعدها لا انا مش مؤمن ان هي الجينات بتاعتنا بتحدد شخصيتنا او اتجاهنا في الحياة اعتقد ان العلم تطور جدا في العشر سنين اللي فاتوا من الجيناتكس للأبي جيناتكس يعني انه ان احنا بنتخيل انه الجين والتصميم الدي انا بتاعك هو اللي بيحدد شخصيتك لا ده في كتير من العلم النهاردة بيقولنا انه لا ده هو تصرفاتك وشخصيتك والاكل اللي بتاكله والحاجات اللي بتتعامل معها والامراض اللي انت بتتعرض لها هي اللي بتغير في جيناتك فممكن جدا ان هي تكون بتتحرك من الناحيتين ان جيناتك بتأثر عليك وتصرفاتك بتأثر على جيناتك انا بعتقد انه اللي بيأثر اكتر هو الكونديشنينج اللي هو يعني اللي هو الظروف اللي احنا بنكبر فيها بتحدد يعني تعاملنا مع الحياة بصفة عامة فانت لو انت كبرت مع عيلة بتديلك كل شيء بيبتدي توقعك من الحياة ان انت كل شيء موجود فلو الحياة في يوم من الايام اخدت منك شيء بتبقى هتتجنن وعصب يوم وما فيش رضا لانه لانه لان انت تطويرك وتربيتك عطتك التصور ان هي دي طريقة الحياة وزي ما انت حكيت مظبوط جدا 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 في اعتقادي والله اعلم انه انا كنت بسميها اللي هو النظام التشغيل لكل شخص مننا بعتقد والله اعلم ان هي بتبدأ من وقت الحمل حتى وهو في بطن امه او هي في بطن امها لحد يمكن زين بتحكي اربع خمس سنين ست سنين في رأيي انا الشخصي ان دول من اهم السنين في تطوير شخصيتك انا اولادي انا كانوا تقريبا مسل واضح على الكلام دي يعني انا مثلا نتيجة شخصيتي عمري ما كلمت اطفال عمري ما كلمت اولادي علي انهم اطفال دائما بتعامل معهم بكلمهم زين بكلمك كده بالزبط بيعود ابني جنبي من اكتر الصور اللي حبتها في حياتي يمكن من اعز الصور ليه في حياتي كانت صورة ليه انا وابني علي الله يرحمه قاعدين على البحر في ابو ظبيل واحد من صحابنا اخد الصورة من الخلف انا قاعد شخص محترم كبير وقتها كنت كبير فعلا وابني قاعد جنبي قد كده يعني طفل يمكن من ثلاث سنوات وهو مركز جدا وانا مركز جدا وبواضح ان احنا بنتناقش في موضوع هام جدا كويس وهو يعني بيشاور لي يعني وتحس كده انه فيه لا يعني تأمل وتفكر ومحادثة على مستوى ان انا وهو متساويين فلما كبر حبيبي الله يرحمه كان كان مفكر وكان قليل الكلام بشكل غريب جدا 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 قليل الكلام جدا كان تحس كده انه هو لما يطلع منه كلمة كانت الكلمة تظهر بعد تفكير وتأمل ولو هو مش واثق فيها يسأل ليه لانه تربع على كده تربع على ان احنا هنتحدث واحنا متساويين مش واحد فينا مش انا ابوك وانت هتت جزمة صغيرة تعمل اللي انا بقولها عليه مش هل اسمها كده خالص وبعدين اعتزازهم بقى بنفسهم يعني بنتي يا ربي يا ربي اديها لعمر والصحة حبيبتي ما شاء الله عليها عندها رأيي في كل شيء وتوصل لك رأيها بوضوح ولو اختلفت معك في رأيها لا يمكن لا يمكن مرة هتعدي من اي ان انا عملت شيء وهي ما عجبهاش لا هتكلمني هتصل بيه ان شاء الله لو في اخر الدنيا تقول لي بابا هتقل ليه زهرت في الانترنت وقلت كذا وكذا ليه لان هي متعلمة من صغرها ان هي ليها رأيي ومتعلمة من صغرها انه لو رأيها مخالف لرأيي مفيش حد اسمها ان انا اضغط عليها وقولها انت فاهم نفسك ايه او انا ابوك انت ما تقدرش تكلمي ابوك كده ليه ما تقدرش تكلم بابوها كده تكلم ابوها زي ما تكلم ابوها ده ان في احترام وفي حب تكلم ابوها زي ما تكلم ابوها ابوها ممكن يكون غلطان زي اي بني ادم ما يكون غلطان فاللي بيحصل في حياتنا إن إحنا لو ما خدناش بعض المكونات في فترة الـ operating system دي في فترة النظام التشغيل أو أخدنا بعض السلبيات في هذه الفترة الكلام ده بيفضل جوانا بقى بصفة عميقة جداً بيفضل عندنا يعني بيسموها في الـ psychology trauma والـ trauma مشكلتها أن أنت بيكون عندك دافع داخلي أنت لست على دراية به والدافع الداخلي ده بيملي على كل تصرفاتك لكن أنت مش عارف هو جاي منين كان عندي مثال كتبته في أول كتبه الله يمسي بي الخير كان مدرس الألعاب اللي هي الـ physical exercise يعني اللي هي الرياضة مدرس الرياضة عندي في المدرسة الابتدائية أنا كنت متخيل أنه عملاق متخيلي في مقفل لأنه عضلات كده وبف كنت متخيل أنه عملاق لحد ما قابلته وأنا في الجامعة لما قابلته وأنا في الجامعة كان ما شاء الله عليه أقصر مني بكتير وصغير جديد لكن أنا لو ما كنتش قابلته كان فضل في تخيلي أنه هو عملاق طول حياتي ده اللي بيحصل لنا في الطفولة أنه أنت لو النهار ده روحت لحد يعني بنتك مثلا وقلت لها كلمة معينة هي بتبكي مثلا وأنت قلت لها مفيش سبب يحبتي أنك تبكي بطلي عياطة كفاية فعقل الطفل هي بتفكر فيها وتقول لا ده أنا مش مفروض أن أنا أعبر عن مشاعري ده اللي أبويا بيقولهولي أن أنا حتى لو فيه جوايا مشاعر والمشاعر دي جياشة وأنا حس بيها مش مفروض أن أنا أعبر عنها لأنه بيقول لي مفيش داعي للعياطة لو أخدت المعلومة دي وحطتها داخل العقل الباطن وفضلت في العقل الباطن تبتي تصرفاتها كلها تبقى نتيجتها المعلومة اللي هي مش عارفاها خلاص هي مش فاكرة وده أعتقد وكان عندي قصة واضحة وصديحة أحد تحت تأثير التنويم المغناطيسي اكتشفت أن هي بعد السنين دي كلها أن هي فعلا كان عندها أبوها قال لها الكلمة دي فكان رد الفعل بتاعها إيه؟ رد الفعل بتاعها أن هي ما تعبرش عن نفسها تعبرش عن مشاعرها تفضل تكتم 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 وبعدين تنفجر وعايز أن هي ما عندهاش تحكم في الغضب بتاعها لنتيجة أن وهي صغيرة تزرع في العقل الباطن تبقاها أنه جزء من التفكير بتاعنا كذا 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 تمام؟ فأنا اللي بقوله لأبهات وأمهات العالم كله أنه أنه إحنا مع أن أولادنا مسئولية إلا أنهم أكبر هدية أكبر هدية عمرك هتستقل وأنا عارف الكلام ده أكتر من أي حد نتيجة يعني تجربتي في الحياة الهدية دي محتاجة مننا أن إحنا نقدرها ونحسن العناية بها حسن العناية بأطفالنا ما فيهوش الأنا ما فيهوش الأنا ما فيهوش أنا أكبر منك أنا أبوك أنت حمار للأسف 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 في وطننا العربي ده جزء كبير جدا إن إحنا بدمنا الأب وإنت ابني يبقى أنا فاهم أكتر منك للأسف في عالمنا المعاصر أولادنا بيعرفوا أكتر مننا بكتير بكتير يعني بداية ما يبتدوا يدخلوا على شبكة الإنترنت هم؟ هم أحسن مننا بكتير ابني الله يرحمه كان كنت ترجع البيت هم؟ تلاقيه والله مرة كنت أنا أنا لما كنت يعني كان عندي هنا في الأريبيان رانشيس في دبي كان عندي فيلا كنت عامل فيها بوند للسمك رجعت مرة من السفر لقيت ابني صاحي الساعة 3 الصبح قلت له إيه علي خير حبيبي فيه إيه؟ رح أخذني من إيدي قال لي بابا تعال بص رح مشاور لي على سنيل حلزون حلزون على البوند قال لي بابا كان عنده 11 سنة قال لي بابا ده إيه ده؟ قلت له ده الحلزون في البوند حبيبي فيش مشكلة؟ قال لي لا ده اسمه أبل سنيل و الأبل سنيل ده بيعيش بس في البلاد للبردة فلو بكرة الشمس بتاع دبي طلعت الأبل سنيل ده حيموت نعمل إيه؟ قلت له عرفت منين إن ده اسمه أبل سنيل قال لي أولي حاجة دخلت على جوجل ده و ورت على كلمة سنيل ده اللي عقول لي يصور و بتديت أقارنها عنده 11 سنة فنحترم إن أولادنا و نحاول نعلمهم إن هم يبقوا كده نحاول نعلمهم إن يكون ديهم رأي بإن إحنا نقلل من الأنا يا أخي مش كله أنا معاك وقتي محدود لا يشيدي وقتك زي ما أنت هتحب ده أنا تحت أمر اللي زين أنت عارف محمد يستدخل في مواضيع كانت عندي بس أنت سهلت عليه دخلت لي في التربية دخلت لي في الطفولة دخلت لي في كل هالأشياء و هالأشياء كان كتباء أعقب عليها كان عندك مناصب وايد كبيرة عالية مرموقة أكيد كل حد يصفق لك ما ما شاء الله عربي واصح هالأشياء كذ من مدرات تنفيذين في جوجل بس آخر شي سحبت على كل هذا ليش؟ والله أعتقد تجربة حياتي والله أعلم أنا بعتقد أن أنا من أكتر الناس حظا في الدنيا كلها ربنا أكرمني على رأي ما بنتي كانت دايما تقولي تقولي ربنا أعطاك مؤدم لأن أنا رجل مصري جمعة حكومية ومدرسة حكومية في مصر والله أعلم يعني ما كنتش أتوقع النجاح اللي نجحته أنا كنت رئيس تنفيذي جوجل أكس اللي هي الفرع من جوجل المسؤول عن الاختراعات ببساطة وفي كاليفورنيا وزي ما أنت بتحكي كان صعب علي أن أنا أمشي في سيليكون فالي من غير ما حد يوقفني وقولي ده أنا أصلي عندي ستارتاب وعايز أسألك سؤال وكنت أروح كل يوم حد أعطف حاجة اسمها بلو باطل كافيف في يونيفرستي أفنيو وتلاقي بدون مبالغة والله يمكن بالعشرات يقوا يقودوا حوالي يسألوني على ما شاء وده سهل قوي برضو أنه هو يوصل للأنا تبعك يعني لكن الحقيقة أنا باعتبرش ما باعتبرهمش مناصب أنا باعتبرهم تجارب ومسؤوليات أنه أنا أعتقد أن كل واحد فينا بيكون له سبب في وجوده في الحياة السبب ده ما هواش إن إحنا نعمل فلوس وما هواش إن إحنا نأكل كافيار وما هواش إن إحنا نشتري تلفزيون كبير أوي ما هو دهش السبب ده يمكن ده جزء من الاستمتاع بالحيان فيش حال غلط في الكلام ده لكن ده مش سبب وجودك وبيقال إنه اللي بينجح في الاختبارات بتبتدي الاختبارات ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأنت لو ربنا أعطاك يعني اختبار ونجحت فيه بقيت قدرتك أعلى شوية في يوم من ديك اختبار أعلى شوية وبعدني اختبار أعلى شوية وكان واحد من المدرسين اللي درسوني كان يقولك إنه فيه اختبارين للإنسان فيه اختبار المشقة واختبار اليسر اختبار المشقة ما عندكش اختيار غير إنك تصبر اختبار اليسر أصعب أصعب كتير لأنه بيدخل في الأنا يبتدي في حسسك إن انت أحسن من الباقي المسئوليات والتجارب دي وصلتني في يوم من الأيام إنه إنه أنا كنت على درجة شديد جدا من الاكتئاب والحزن بعكس اللي انت بتتصوره وأعتقد إن معظمنا اللي يعرف ناس عندها شهرة أو نجاح أو أموال كتير وكده كتير بيكونوا في حالة من الحزن أعلى من اللي ما عندوش على فكرة فأنا كنت على حالة يعني وأنا عندي أواخر العشرينات كنت نجحت نجاح شديد جدا وكان عندي كل ما تمناها بصراحة يعني وكنت على كآبة شديدة جدا لحد ما بنتي حاببتي آية آية ما شاء الله عليها زي الشمس حبيبتي كلها سعادة وكلها مرح وعايزة تلعب وعايزة تخرج وعايزة تعيش حياتها وتتبسط دخلت علي وعيان دها خمس سنين وأنا أرفان كده زي اللي عارف حاجة بشعة حاببتي دخلت اتمطت بابا ماما قالت ان احنا هنعمل مش عارف ايه وهنروح فين وممكن نبقى ان ناخد من الايس كريم ده وبعدين هنروح نلعب في الماجيك بلانيت وبعدين مش عارف ايه وأنا ببص على ايميل ولا برجع يعني شوية ارقام ولا مش عارف ايه بصت لها كده قلت لها ما ينفعش ان احنا نبقى سيريس شوية جديين شوية جديين ايه دي عندها خمس سنين حابب بيتقلبي شفت قلبها بيتكسر والله بيعني شفت قلبها بيتكسر شفتها وهي والشهد بيحزن وابتدي تتبكي وراح تخرج من قدامي وبعدين بصيت على نفسي وقالتني انا بحبش الشخصي انا مش عايزة بقى كده انا مش عايزة اكون او الله لو كقبت علي مفيش مانا بس لو كقبت علي اهلي اللي بحبهم ما ينفعش فابتديت لحاول ان انا اسعى ان انا افهم موضوع السعادة وللأسف احنا محدش بيعلمنا السعادة يعلمونا كل حاجة تنية محدش بيعلمنا السعادة وانا زي ما حكيت لك انا راجل بتاع فيزيا وبرو جرامنج وكمبيوترز ورياضيات ومش عارف ايه فلما تقعد قدام حد يقولك اصل السعادة في ان انت مش عارفت تعمل ميديتيشن ما بفهمش الكلام ده ما مش موافق عليه ما قاله عقلي مش قادر يفهمه قطيت ابحث في موضوع السعادة ده وبحثت فيه كأني فعلا فيزيائي او يعني بالرياضيات والهندسة وهكذا وبعد جزء كبير من البحث بتدي تفهم بتدي تفهم انه لا ده هو السعادة دي يعني ميكانيكية يعني زي ما بتلعب رياضة لو رحت الجيم اربعة ايام في الاسبوع صحتك هتتحسن اوكي في حاجات انت ممكن تسويها اربعة ايام في الاسبوع فساعاتك تتحسن وبتدي تكتب بقى معادلات وعمل ابحث ومش عارف ايه ومجلون رسم وكنت اروح لالله يرحمه ابني علي حبيبي علي بقى كان مولود ما تفهمش الولد ده كان ايه يعني انا دايما بقول عليه عارف المنك بتاع البوزيين اللي هم عاديين عاملين كده طول النهار في رضا ابني الله يرحمه كان عامل كده بزرط يعني طول الوقت في رضا كندوش اي حاجات زعلة كل شوية اعمل انا شوية البحث بتاعي وروح لعلي اقول لي علي ده انا اكتشفت مش عارف ايه وعملت ايه وبتاعي هو يعد كده وهو عبدو عشر سنين حدا عشر سنة يقضي كده يعني سليني يعني يسألني اسئلة يقول لي ايه ده معقول يا بابا والله ما شاء الله برافو عليك كويس طب فكرت في مش عارف ايه يقضي يسليني كده وبعدين في الاخر زي ما حكيت لك عادي كانت تكلم قولي الاول في الاخر يقوم ساكت كده يقول لي انت كان ممكن تسألني بدل ما تضيع وقتك بس عموما ويقوم ملخصها لي في اربع كلمات الاربع كلمات دول يا الناس جايين من القلب يفرق كبير قوي من الكلمة اللي جاي من القلب والكلمة اللي جاي من العالم فاول ما يقولها من القلب تثبت افهمها بس؟ عادنا بالمنظر ده يمكن حد ما كان الحبيبي عنده 18 سنة عالي لما كان عنده 16 سنة كان على يعني على جزء يعني معرفش وصل لنوع من الهدوء و بيسموها wisdom الحكمة لبدرجة انها كنت بروح لاصحابي اقول لهم انا عايز لما اجبر وعجز بقى عايزها بقى زي علي كده بس؟ وبعدين حبيبي الله يرحمه كان هنا كان هو كان في جامعة نورث ايسترن في بوستر وكان عنده رحلة في امريكا في الصيف اللي هو كان يعني اتكلمنا في شهر مايو وقال لنا يا جماعة انا حاسس ان انا لازم اجيه شوفكم غريب برضو ولد عنده 21 سنة وخرم سافر مع اصحابه مش عارفه وقال لازم اجيه شوفكم فجيه كنا في دبي بنتي كانت جاية من كندا فقلنا هاي العائلة كلها تبقى يعني اسبوعين ما حصلوش وصل الحبيبي بعد اربعة ايام بتدى يجي له وجع في بطنه خدنا المستشفى ما فيش داعي لذكرى اسميها ووصفو له عملية جراحية لزيدة الدودية دي اسهل عملية جراحية في التاريخ بتاخد اربع دقايق للأسف الدكتور عمل اربع خمس غلطات وما صلحهمش او صلحهم غلط يعني ما خدش باله منهم بعدين لما صلحهم صلحهم غلط وبعد اربع ساعات الله يرحمه وبني توفى كان عنده 21 سنة وكان بصراحة يعني فخر لأي اب طويل كده وهادي ومحبوب وناجح ومفكر جميل في كل شيء فبس ابني حضنته دخل غرفة العمليات ما خرجش حضنته قبل ما يدخل غرفة العمليات دي كانت اعلى نقطة في حياتي دي اسعد نقطة في حياتي بعدها بعد اربع ساعات انت في الحضيد في الارض يعني طبعا احنا بنتعلم الصبر والرضى في اسلامنا وفي عربيتنا لكن مهما كان فيه قلم شديد 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 لان انت تفقد ابنك دي ما اعتقدم مش قادراش شرحها ما تقدرش تفهم اعتقد ان احنا مش مصممين لكده يعني احنا مش مصممين ان احنا نحس بالقلم ده المهم حبيبي بعدها بأربعة ايام جات آية قعدت جنبي هو وآية كانوا قريبين من بعض جدا انا حبيبي كان بخلي باله منها كأنه ابوه جات قعدت جنبي قالتلي يا بابا علي حلم حلم من اسبوعين وما قالش الحد عليه غيري قلتلها خير يا حبيبي قالتلي حلم انه هو هي قالته بالانجليزي everywhere and part of everywhere انه هو موجود في كل مكان وجزء من كل انسان تضح طبعا بعد كده انه ده تعريف الموت فعند ديانات كتير جدا ان انت انت تخرج من جسدك فتبقى روح ومما ان الروح مش خضع للوقت ولا للمكان فتبقى انت بقيت بروحك دي بقيت في كل مكان انا ما فهمتهاش كده انا بنتي قعدة جنبي انا راجل وقتها بقى vice president جوجل وكنت مسؤول في جوجل عن حوالي نص جوجل في العالم نص شركة جوجل في العالم كانت مسؤوليتي وكنت انا اللي فاتح المكاتب دي كلها فانا عارف يعني ايه اخد رسالة او منتج ووصله للمليار بنياته فبنتي قالت الكلمة دي وانا اللي فهمته في دماغي من حلم عليه انه هو بيقول التارجت بتاعك الهدف بتاعك من دلوقتي لحد ما بقيت حياتك ان انت تخليني انا جزء من الناس كلها وفي كل مكان فلاقيت نفسي برد على ايه بقول لها وفي كورس حبيبي consider it done لقيتني بقول لها ايه ما تقليش خالص المسؤولية دي عندي انا هتصرف انا انا هوصله اخليه في كل مكان col CS وجزء من كل الناس وبس قمت اا 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 لقيت نفسي باكتب باكتب ايه باكتب اللي هو علمهولي انا قلتث لك انا السعادة انا بادرسها كمهندس و هو بيعلمهاني من القلب فقلت انا قلت النفسي لو 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 انا قدرت ان انا اكتب اللي هو علمهولي في كتاب والكتاب ده وصل و انا برضو كل حاجة في دماغي مثيماتيكسو رياضيات انا قلت لنفسي لو لو انا الكتاب ده قدرت اوصله لعشرة مليون بني ادم في خلال 72 سنة بالزبط ده كان حسابي 72 سنة بعدها جزء من الاسنس اللي هو يعني حقيقة عليه او اصل عليه اللي هو علمهولي جزء منه هيبقى في كل حتة في العالم انت عارف حاجة اسمها سيكس دي جريز وفي سبريشن لان انا اعرفك وانت تعرف حد وحد يعرف حد وحد يعرف حد فلو انا علمتك انت حاجة وانت علمتها لبنتك وهي علمتها لصحبتها وهو هكذا بعد 72 سنة كانت حساباتي بعد 72 سنة يابقى جزء من علي في كل بني ادم على وجه الارض مجنون رسمي بس تعرف همشي ربنا سبحانه وتعالى اراد انه فعلا الموضوع ده يحصل فكتبت الكتاب اسمه حل معادلة السعادة بالانجليزي وكتاب طبعا يعني جزء كبير منه قلبي وابني يعني بحكي عن علي واللي علمه لي علي وبحكي عن علاقتي بقى لي وده في الغرب غريب جدا الغرب ما عندوش حتة انه هما يعني يفتحوا قلبهم بالمنظر ده فنجح نجح شديد جدا 37 لغة يمكن نصف مليون نسخة باعوا بس بشو ده الموضوع بعد 8 اسابيع بالزبط لقيت كنت بعمل مقابلة على تشانيل فور في انجلترا تشانيل فور من اكبر يعني قنوات الاخبار في انجلترا فبيعملوا معي انترفيو ما عرفش ايه اللي حصل قلت كلمتين يا انس زي عندنا فاحنا في الرضا بتاعنا بتاع العرب يعني انت فاهم انه امر الله وانت بتقبل قلت الكلمتين دول يا سيدي وما تفهمش الدنيا تفتحت بعد اول يوم عام حطوه على الانترنت 7 مليون بعدها باربعة ايام كانوا 37 مليون 37 مليون ده اكتر رقم في تاريخ تشانيل فور شو جت لهم بالانجليزي قلت لهم قلت لهم ببساطة انه انه قلت لهم انه ابني الله يرحمه اي اب في الدنيا يخسر ابنه يفكرش في حاجة غير انه ابنه مات صحيح؟ انا بفكر ان ابني عاش تفهم يعني ايه ابني عاش؟ ابني الله يرحمه انا احنا مدبرناش انا مكناش متوقعين عليه مكناش متوقعينه ربنا رزقنا بيه متعرفش جه من اين؟ طيب احنا مكناش احنا كنا مقال ايه هنستنى كم سنة قبل ما نجيب اول ابنه؟ ظهر هذا المعجزة في حياتي وظهرت بنتي حلق يا ربنا يا حب يا رب يحفظها مواجستين اكبر هدية اكبر هدية لانا عمري كنت عملت شيء عشان احظى بهذه الهدية ولا عمري يعني قدمت شيء يستاهل السعادة والحب والضحك والمرح واللعب وكل اللي احنا عملناه انا كنت بقول يا جماعة ممكن تبص على الموضوع ده على ان ابنك مات وتبقى بصراحة ناكر للهدية ناكر لانه ابنك عاش ابني دخل حياتي واثرى حياتي بشكل ما حصلش والله اخد نفس الالم اللي انا فيه ده اخده 40 مرة عشان يعيش عشان 21 سنة اللي عشنا هم سوا فكر لو تعرف في القرآن على سيدنا ايوب لما بيقولوا انه فوقت من الاوقات سؤل يعني علاك ما انا عيشت مش عارف كم سنة في نعيم لما بعيش زيهم في عناق ابقى وقته هشوف اذا كنت انا كده يعني ايه حياتي صعبة ولا حياتي سهلة ما معناه يعني مش فانا انا اخدت الموقف ده خاوش اقولت الكلمة دي بعد بعد ثلاث بعد اسبوع بظبط كانت الكليب دي 87 مليون ديو 87 مليون ديو على الانترنت واحنا كانت المهمة بتاعتنا كانت 10 مليون احنا ما بنقسش عدد المرات اللي الناس شافت فيها فيديو على فكرة احنا بنقيس في المليار شخص سعيد دي بنحاول نحنا نقيس 1 مليون هابي بنحاول نقيس الناس اللي بتاخد اكشن يعني بيجي لها الرسالة وبعدين تعمل تسوي شيء اما يستثمر في نفسه اما يستثمر في حد غيره بس احنا تيم صغير جدا اربعة اشخاص قاعدوا حوالي قالوا لي انت ايه انت بتتحكي علينا انت قلت 10 مليون وبعدين 8 اسابيع بقنا على 87 ومنهم يمكن 15-20 عملوا حاجة او اخدوا اكشن فقررنا ان احنا نكبر المهمة بدل ما نكبرها من 10 ل 15 ولا 20 ولا 100 قلنا هنقامل 1 مليون هابي ونشوف بقى ايه يعني اعضي بقية حياتي بالمنظر ده وعلى هذا الاساس ابتدت تبقى واضحة جدا ان انا وجودي في جوجل مش هينفع يعني ماينفعش ان انا ابقى صادق في المهمة دي وفي نفس الوقت بقى الروح اشتغل 8 ساعات في اليوم اتكلم بشكل معين مع الصحافة او اتكلم بشكل معين يعني المقابلة دي لو انا كنت لسه في جوجل كان لازم جوجل توافق عليه ف2018 مشيت من جوجل او يعني قلت لهم في اواخر 2017 واخدت حوالي 6 شهر علشان امشي ومشيت ودلوقتي مركز ان انا احاول اعمل فرق في الدنيا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وفي اواخر ايامي او يمكن بعد 70 سنة بعد ما موتي بجزء من علي في كل مكان ونتيجة وجود علي في كل مكان الناس اسعد ان شاء الله توديني في متاهات يا محمد بتكلم كتير لا ممنة شيء الحمد لله انت سلس في الكلام فانت تربط لي الاشياء يعني احين فهمنا ليش انت خدتها القرار القرار مش عشوائي ولا انطلسه ولا اندفاعي انت انسان خدت راحتك ومشوارك وشي قلت حلو قلت ان انا داما يوم حد عارفة يفقد اقول حاول تشوف الجزء الممتلئ من الجلاس لا بزبط انت جلت يا جلت بزبط الله عطاني علي حاج واحد وعشرين سنة عطاك هديه حاج واحد وعشرين سنة بزبط اجمل هديه واحد وعشرين سنة ونرجع بعد كده نقول له ايه يا رب انت خدته خدته ايه يا ابني ده هو الدهولة من الاول بننسى بننسى مشكلتنا يا انا اسف وهو ده على فكرة الجزء الاساسي من يعني كتاباتي في السعادة ان انا بقول ان في معادلة للسعادة اكي المعادلة دي بتقول ان انت ساعتك تساوي الفرق ما بين وجهة نظرك في مواقف حياتك وتوقعاتك من الحياة تمان فانا لو انا النهاردة قلتلك انا بزيد على كلامك عشان عافل معادلاتك انت قلت وصححني اكيد ان السعادة تساوي منظورك للمحيط اللي انت فيه وللحالة البيئة او اعلى او يساوي اعلى او يشاوي طبعا ناقص توقعاتك من الموجود انت فيه مزبوط انت تقول مفروض يكون عندي بيت اكثر مزبوط مفروض يكون عندي اولاد مزبوط هالنقص فانت مفروض تكون هالنقص مفروض يكون ويت قليل عشان هالتوقعات اللي ستنقص ساعاتك لا مش بس كده انت بتقارن ما بين واقع حياتك وتوقعك من الحياة تمام واقع حياتك ده انت لا ترى بشكل موضوعي معظم الوقت يعني ايه يعني انا النهاردة لو انا وانت خرجنا من هنا وروحنا في طريق الشخزاية فكان فيه شوية زحام انت ممكن جدا عقلك يقولك يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو إن وإن؟ تمام؟ بتنسى فأنت توقع أنت وجهت نظرك للزحام أنه يوه يوم تاني بس ده مش وقع الحقيقة على الإطلاق ده وقع الحقيقة أجمل كتير من الجزء اللي أنت ركست فيه بخلاف أنه يا سيدي إذا كنت أنت اخترت أنك تكون في دبي وتمشي من شغلك الساعة خمسة أو ستة بعد الظهر توقعك لازم يكون في زحام يعني جبنا ما قديني عقلك توقعك لازم أن يكون في زحام فأنت عندك اختيار من اختيار إيه؟ يا إما يا سيدي ما تخرجش الساعة ستة أخرج الساعة تمانية أو أخرج الساعة أربعة يا إما خد معاك كباية شاي وشوية موسيقى أو اسمع قرآن أو أعمل اللي أنت بتحبه واستمتع استمتع بالساعة اللي أنت قاعدها في السيارة دي من غير ما الناس عمالها تضرب في دماغك زي ما توقف دول نار في الشهر حط لك بودكاست حط بودكاست ياخد فأس مع A-B-Tox فهنا تلاقي إن إحنا سعادتنا لو أنت تفكر في المعادلة دي بصدق تلاقي إنه سعادتنا في إيدنا لأن وجهة نظرك للموضوع ده جزء من ما تسألش مني زكائك إنك تشوف واقع الحياة بكاملها في معظم الوقت واقع الحياة جميل جدا جدا يعني إحنا واحد من الأمثل اللي أنا بقولها للناس لما ظهرت فيروس الكورونا كوفيد 19 ليه كلنا تخضينا وكلنا خفنا لأنه واقع حياتنا كل حياتنا ما شفناش بانداميق قبل كده ما شفناش وباء قبل كده معنا كده إن إنت لو إنت عندك 30 40 50 سنة 60 سنة إن إنت عيشت 60 سنة دول كلهم من غير وباء يعني واقع حياتنا بخير ده واقع حياتنا لو إنت قاعد بتتفرج علينا النهاردة أنا وأناس بنتكلمي بأنت واقع حياتك إن إنت عندك يعني حيز من الأمان وعندك شاشة إلكترونية تقدر تتفرج عليها وعندك اتصال على الإنترنت وعندك وأكيد واكل لأنك لو هتموت من الجامش تبقى تتفرج علينا تمام؟ وأنت ما انتشف مكان حرب وما انتشف مليون خير محطوطة عليك لو أنت اخترت إنك تشوف الخير تشوف البزء المليان من الكوباية زي ما أنت بتقول ولو أنت اخترت تشوف الخير معظم لوقت هتلاقي إنك بخير وتوقعاتك في إيدك توقعك في إيدك توقعك إن أنا أنا النهاردة يا جماعة الخير نازل رايح مشوار وأنا جايلك النهاردة أعطى نزلت نص ساعة بدري يعني توقعي إن احتمال إن يكون في زحان إيه المشكلة؟ والحمد لله رب العالمين عندي نص ساعة فلو أنت بس طلعا بالمنظر ده تلاقي إنه ساعدتنا في إبني فأنا لما شوف لما شوف إبني الله يرحمه اللي توفع واقع الأمر إيه؟ واقع الأمر إنه يا حبيبي عاش حياة سعيدة هدية بصحة محبوب ما شفش عناق في الدنيا وهو يا حبيبي الله يرحمك يا إبني ابني كان غريب جدا وهو عنده 11 سنة قاعد مرة جنبي كنا راجعين من صراطة جمعة عاية جنبي هم؟ بيقول لي بابا أنا على فكرة مش خائف من الموت ليه يا إبني بتقول الكلام ده أنت عندك 11 سنة؟ أنا بس مش عايز مش عايز الوجع بتاع الموت مش عايز ألم الموت قلت له والله يا إبني ادعي ربنا إن انت موتك ما يكونش في ألم وأنا هدعي لك إنما أنت تموت بسلام يعني ما يبقاش فيه ألم مو فعلا بعد ما مات الله يرحمه وتعوك أنا مش قادر أفكر في شيء غير إنه هو دخل قرفة العمليات اده له البنج المنوم هم؟ وخلاص والولد حبيبي ما حسش بأي ألم ما حسش بأي ألم حتى دعوته في موته حصلت هم؟ وبيقال والله أعلم إنه أنت لو يعني لو لو مؤمن بالله والحياة بعد الموت هدقى أنه عندنا في الإسلام بيقولك إنه لو الأهل صبروا هم؟ ابنك بيدخل الجنة ويستنىك في الجنة هم؟ الله يعني زوجتي أو كانت وقتها زوجتي زوجتي السابقة يعني كانت وقتها زوجتي كانت آآ أنا صبرت أنا صبرت أنا أنا مباشرة صبرت هي دخلت حبيبتي ما شاء الله عليها أحد بيساف رأسه قلت له أخيرا رجعت البيت فإحنا الاتنين صبرنا هم؟ مش بس صبرنا ده إحنا حمدنا حاجة غريبة جدا 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 وأنا معرفش جاتني منين ما عرفش جات لنا منين الثقة دي لو أنت فاهم فيزيكس زي بردو لو أنت فاهم theory of relativity تلاقي إنه هو التطور الوقتي لحياتنا جزء من المنظور لكن أنت ممكن جدا يكون في تطور سببي لحياتنا يعني إيه؟ يعني أنت ما تعرفش وإحنا صبرنا لأن الولد بالفعل في الجنة فلازم إحنا نصبر عشان هو يفضل في الجنة ولا إحنا صبرنا فهو دخل الجنة ما أنا عرفش بس أنا من قلبي بقول الولد بخير الولد بخير فأقعد تذكر نفسي أقول ده علي لما كان في بوستن تعرفنا إحنا في نفس الجامعة كنا؟ في نورثيستن؟ شفت بقى اتبسطت عجبتك؟ طيب أنا وعجبت علي بردو كان سعيد أحسن الجامعة كان سعيد كان سعيد حبيبي يعيش سعيد ومشي سعيد أنا ما أسأل نفسي أقول لنفسي كل الكلام ده يبقى أنا توقعاتي إيه؟ توقعاتي من الحقيقة إيه؟ إن الموقف ده موقف بشع؟ لا ده أحسن هداية في الدنيا ابني مات من غير ألم وإحنا صبرنا وإن شاء الله يكون في الجامعة يا رب هم؟ تمام؟ وأنا من الناحية التانية وجهة نظري للموضوع إيه؟ وجهة نظري للموضوع إن ده ابني جه شرفني وأسعدني وحبيته وحبني وعلمني أوكي؟ ده كل دي يا سيدي هداية هم؟ أخدها وانكر منكرش لا ده بالعكس ده أجمل هداية في الدنيا آه وبعد الهداية دي كلها جالي وألم في قلبي إنه هو مشي حقيقي حقيقي منكرش هم؟ لكن ما تحطها كلها على بعضها كده بالألم بالهداية أحصل حاجها في الدنيا ده أحسن قصة في التريف محمد الفقد موضوع وادي تكرر عندي في البرنامج والفقد جدا صعب صعب يعني حتى ناس بيقولون لك الأبو مفروض ولا مرة يدفن ولده لا ولا مرة يعني هاي المفروض بالمنطق اللي عنا وبالصور اللي نحنا نرسمها في بالنا نحنا بنكبر أولادنا بيشوفونا نحنا نموت هم بيدفنونا هم وغايد صعب أن أبو يدفن ولده لا أنا دفنت عليه حبيبي دفع جنبنا هنا في القوز ما كنتش أقدر أكمل من غير ما دفنوا يقال بيقولك عجلوني عجلوني أنهما النفس المطمئنة بتعايز تروح بسرعة هم؟ دفننا في أربع ساعات حبيبي كان يوم كان في رمضان وكان لازم ندفنه قبل الفطر تفننا بالضبط ربع ساعة قبل الفطر نزيلة وسؤالي محمد أن على كل الناس اللي يفقدون الناس اللي يشوفون كلنا نفقد شو اللي ساعدك؟ يعني أنت وضعك أصعب عن كثيرين عشان أنت ولد مو بصدير مو يمكن أخو كبير ولا يد ولا يد ولا أبو ولا أم ولدك ضناك حبيبي كيف كيف تقدر تفقى كيف تجد تتعامل مع فقداتي هل تقدر أصلا؟ بس العواطف ما فيش ما نقدرش نحكمه الحزن إن هو وحشني إن أنا نفسي أحضنه إنه إنه بفتقده كنت أحب إنه إنه يكون جنبي وأنا بكبر كل الكلام ده ده ما تقدرش تتحكم فيه ده ما تقدرش تتحكم فيه لكن العواطف تختلف عن العمل يعني إيه؟ يعني أنا النهار ده هسأل حد سؤال فقدت حد بتحبه قدامك اختيار من اختيارين الاختيار الأول إنك تبكي بقية عمرك وابنك مش هيرجع أو اللي أنت فقدته مش هيرجع الاختيار الثاني إن أنت تقبل حقيقة أمرك هم؟ وتسعى إن حياتك تتحسن أنا بسميها في الكتب بسميها committed acceptance هم؟ committed acceptance يعني إيه؟ يعني أنا النهار ده كان ممكن جدا يا ابني الله يرحمه ومشي سابنا هم؟ أقفل علي الباب وابكي 27 سنة لحد ما موت تمام؟ وعلي برضو وأنا بموت على فراش الموت علي مش هيبه جنبي صحيح؟ إيه بقى لازمته إيه الحزن؟ لازمته إيه الحزن؟ هم؟ وكان ممكن إن أنا أقول يا حبيبي هذكر الناس بك وخلي أحبب الناس فيك وعلم الناس اللي أنت علمته لي هم؟ وحسن الدنيا النهار ده يمكن الله أعلم إحنا بنتوقع إن إحنا وصلنا لعشرات الملايين برسالة السعادة بتاعت علي دي وصلنا لعشرات الملايين هم؟ وحسن الدنيا بفقدانك هم؟ فإبقى أنا على الأقل حياتي وحياة الناس اللي حوالي تحسنت بعد ما أنت مشيت بسبب بسبب فقدانك هم؟ وعلى فكرة على فراش الموت برضو علي مش هيكون جبي خلاص ما هو ما هو الموت أمر خلاص علي مش هيرجع فلو أنت النهار ده في عوضفك بتقول لي أنا مش راضي وأنا مش قابل وده ليه ربنا يعمل فيها كده وأنا تمام؟ وقل اللي أنت عايزه في قلبك لكن في وجودك ووجدانك مرهاش حل علي مش راجع ده نمرة واحدة نمرة اتنين يا أنس حاجة غريبة جدا جدا ويرحمك يا ابني احنا دفناه في القوس جنبنا هم ما عرفش أرجو أنت عمرك ما تروح ولا تزور لكن يعني أنا أنا كنت بعد ما ابني مشي وقعت بقيت رمضان ده هو مش يوم أربعة رمضان على ما أذكر وقعت بقيت رمضان ده بروح أعد جنبه كده وقعت قرآنه هناك وقعت صحبته هم؟ تلاقي عمال المدافن حاجة غريبة جدا هم؟ بيحفروا عدد معين من المدافن كل يوم هم هم بيسألوش هم مش عارفين مين المستأجر اللي هياخد المكان ده هم؟ لكن هم كل يوم بيحفروا تمام؟ وأنا قاعد كل يوم أول يوم معالي توفى الله يرحمه كنا العربية سيارة ركنة جنبه على طول تاني يوم كان فيه صف تعني تالت يوم كان فيه صف تعني هم؟ بعد شوية بقيت أمشي أمشي مسافات عشان أوصل في شهر في شهر كان فيه أربع خمس صفوف هم؟ وأطفال رضع لرجال لنساء وأنا قاعد هم؟ وألاقي الناس بتيجي وبكى وصريخ واضح إن الموت علينا حقا كلنا بنموت هي دي حقيقة أمرنا حقيقة أمرنا إن إحنا لما أنت بيموت لك حد بتتصور إن ده أنا الوحيد في الدنيا ليه يا رب تعمل فيها كده؟ رب أنا نعملش فيك كده خالص يوم ما تولدت خلاص نتيجة ولاد وجودك في هذه الحياة أنك هتموت بداية موتك بداية موتك خلاص دي حقيقة وأنا على يقين وأكد لك إن أنا على يقين أكتر من إن أنا هعيش بعد المقابلة دي المدة دقيقة أنا على يقين أكتر بكتير جدا أنا هموت في يوم الأيام فأنا مطرح مع علي موجود النهاردة أنا هكون هناك سبقني شوي سبقني شوي هم؟ فلما بفكر فيها كنت أقول لنفسي ما هو لما كان علي في بوستن هم؟ أنا كنت بقول لنفسي إيه؟ أبوه بحبه فكنت بقول لنفسي هو علي دي الأولاد كلهما بيسأل علي مرة في الأسبوع مرة في الأسبوعين يمكن أحيانا أنا بعث له تكست كده فيرد علي هم؟ كل شوية بس أنا متطمن إنه بخير هم؟ طول ما هو كان بخير وهو بعيد عني كنت بقول لنفسي إيه؟ كنت بقول لنفسي خلاص مش عايز حاجة في الدنيا غير كده؟ أنا مش عايز حاجة في الدنيا غير إنهم يكونوا بخير وهو بسقعدة هم؟ لو أنت تفكر فيها بريضة ربنا إن شاء الله علي بخير وسعيد هو أبعد شوية من بوستن وهيستنى أكتر من ثلاث أسبوع على ما يرد عليه فكر فيها هيدي حقيقة حقيقة حياتنا يا 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 أنس لو تفهم فيزيكس هم؟ والله 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 إن حياتنا دي كلها ما تسوى الشيء تسوى الشيء خالص أنت لما 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 يقول لك إنه إنه حياتنا بعد الموت لا نهائية تعرف كلمة لا نهائية دي في الرياضيات معناها إيه؟ انفينيتي مين؟ بالضبط انفينيتي ما هواش وقت كتير جداً انفينيتي هو عدم وجود الوقت لأن ما فيش وقت فلا نهائي لا نهائي لأن احنا ما بنحسبش الوقت ما بنحسبش الوقت فلو أنا النهاردة عايش في حياتي دي أنا دلوقتي خمسة وخمسين سنة هم؟ عدوا كده صحيح؟ الحياة بتمر كده لو أنا هعيش خمسة وخمسين كمان هبقى معجزة من معجزات الأرض هتعدي كده لو هعيش خمسة وعشرين هتعدي هتعدي أسرع هم؟ هم؟ فمن هنا لحد مامشي كأنه لحظة وبعد مامشي أنا قاعد مع الولد ان شاء الله علي مع روحه بقى جماله ها أصله حقيقته قاعد مع بقية العمر أنهي أحسن دي تسوى قدئي السبعين سنة تسوى قدئي التسعين سنة ولا شيء دي دي في القرآن بيقولوا إنما الحقيقة الدنيا لا عبون ولا هم؟ أنا عندي في جزء من الكتاب بتاعي بتكلم على إنه الحياة اللي احنا عايشين فيها دي إذا فيديو جيم فيديو جيم عارف يعني إيه فيديو جيم؟ هم؟ حقيقة الأمر إنك لو تفكر فيها الجيم هتخلص في دقايق في ساعات في أيام ما تفرقش هتخلص هم؟ الجزء الحقيقي من الجيم مش إن ان انت تكسب وتخسر فش حد بيكسب ويخسر بعد ما بتخلص الجيم بتطفي الكونسل هم؟ الجيم إنك تلعب إنك تعيش إنك تتفكر إنك تحاول تلاقي طريقة للليفل اللي جاي من اللعبة هم؟ والناس كلها ناسية الكلام ده إحنا ناسيين إحنا إحنا يعني ما عرفش في غفلة حقيقة الأمر إن إحنا مش قاعدين هنا أعمل اللي إنت عايزه حافظ على صحتك، سوق بحرص أعمل اللي إنت عايزه أخرتها إيه؟ ثواني، هتحس إن هي ثواني في الغرب يقولك آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ بنتي يا ربي دايما يديلها الحكمة في وقت من الأوقات قالت لي يمكن الحد يزعل مني لأنه مش هادي والزبط وجهة نظر الدين لكن يعني يقال إن إحنا أروحنا مع أجسدنا بتعمل أنس روحك من ربنا سبحانه وتعالى وجسدك من التراب تلاقي نفسك بت بترجع للتراب كده نفسنا البشرية عايزة عايزة الدرت عايزة القزارة بتاعت التراب وروحك عايزة الرقي والسمو روحك من ربنا سبحانه وتعالى أو اللي أنت بتؤمن بي على فكرة يعني لو حد بيؤمن بشيء كل معظم الناس اللي بتؤمن بتؤمن أن احنا كلنا من 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 بار الروح منبقى الروح؟ منبقى الروح ده؟ الهدف بتاع روحك ان هي عايزة ترجع لها للمصدر؟ للمصدر، لتعايز ترجع فكلما انت فيك شوائب من الحياة اللي احنا فيها دي كله لما ترجع يقولك ايه العرفة؟ مفعش اتخل الشوائب دي عندي، لتعايز ترقى ترقى بايه؟ الجماعة الصوفيين يقولك To die before you die انك تموت وانت حي اجمل الافكار اللي انا فكرت فيها في حياتي تموت وانت حي يعني ايه يعني تعيش وانت مش فارق معك الحياة تستمتع بهداياك وبرزقك وانت منتاش متشدد على اي حاجة فيها، منتاش متعلق بأي حاجة فيها بما فيهم الولد لما كان موجود حبيبي اثرى حياتي لما مشي رحلته رحلته دي بقيت رحلته دي مش رحلتي انا رحلتي انا اركز فيها واشوفها هتخلص ازاي صعب انا عارف انه صعب انا عارف انه صعب لكن اقسم لك مش بالدين مش بالدين انك لو تفهم العلم نحن لا نموت لا نموت روحك لا تموت حياتك بدأت قبل ولدتك وتستمر بعد موتك لا نمش اي علاقة لو تفكر في اينشتاين وثيرو اينشتاين بيقولك انه كل مكان وكل الزمان كله موجود كله تكتب وانت براه انت روحك دي برا السبايس تايم برا الكون اللي اسمه سبايس تايم ده انت عايش براه ده هي دي الفيزياء هو ده واقع الفيزياء حياتك دي شايفة الكون ده من براه روحك دي شايفة الكون من براه عندك الجسد ده بس السياره اللي انت بتسوق فيها في العالم الفيزيكي يعني العالم ال ده محتاج سيارة مدية محتاج حاجه مدية زيه تقدر تعدي بيه بس اللي ماسك الكونترولر بتاع السياره دي مين؟ روحك روحك ملا لعاش علاقة خالص ملا لعاش علاقة انت لو قمت دلوقتي ضربتني بالقلم روحي مش فارق معاه جسمي هيستغرب جدا لكن روحي هتقول لك ايه المشكلة حصلش حاجة خالص السيارة تجرحت شوية مش قصة هل جسم ياسن أجرى مأجور مأجوره ينتهي حبيبي يا علي برضو من المواقف اللي أثرت فيها جدا حبيبي كان وسيم وسامة وطويل كده وعريض جميل جميل كان جميل بعد من روح خرجت من جسمه ده خلنا نزوره في خرفة الانعاش نفس الشبه نفس الشكل تحس انه مش موجود تحس انه هو ما هبقاش انه مش موجود ده مش ابني وبعدين تاخد الجسد ده اللي كان بيهزر ويدحك ويلعب ويطبطب علي يقول لي يعني بيسميني فات هوبط حبيبي الله يرحمه لانه كان طول عمر أكثر مني فأول ما بقى عطول مني بقى يقول لي فات هوبط ابني الله يرحمه تطب عليها كده ودمه خفيف ومتعلم تشيل الروح دي تحطه في التراب اختفي اختفي كأنك جبت حتة لحم ورمتها في الارض احنا محناش الجسد ده خالص خالص احنا حاجة تانية ارقب كتير جدا 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 من الجسد ده لو انت فكرت بروحك انت قاعد جنب ابنك اللي مش لو انت فكرت بجسدك بتضحك عليك بتضحك عليك عارف بالزبط زي ايه عناس انا بتكلم كتير انا عارف بالزبط زي ما تدخل السينما امرك تفكر في التجربة دي تدخل السينما تبصها عليك تلاقي الارض لونها احمر غريب كده والحيطة شكلها عب وفي علامة اجزت كده كده كبيرة للخروج كبيرة خضرة كده تحس ايه ده المكان الغريب ده بعدين يبدأ الفيلم اول ما يبدأ الفيلم تلاقي نفسك روحك مسحوب جوه الفيلم وتنسى الوقت وتنسى الدنيا وتقبل شايف الدنيا كلها لانها الفيلم ده صحيح؟ هو ده بالزبط اللي بيحصل لروحك روحك تدخل تبص على الارض دي من خارج كده قبل ما يبتدي الفيلم تقول لك ايه الارض ده ايه لك الكثك ده تضيع وقت وبعدين تبدأ حياتك اول ما تبدأ حياتك تلاقي نفسك بتعمل ايه تنسحب جوه الحياة دي وتجري تروح تجيب دي وقال لأ عايز كنافة ولأ مش عارف عايز شاي مع الكنافة عجيبة عجيبة وقال لأ عايز تنسحب جوها تمام الا لو رجعت الروحك ورجعت الروحك تبص على القصة دي كلات والإيدها دماخة خفيفة لعبة السؤال مب انا مدخل في السياسة والدين ولكن هالسؤال احس مناسب عموما الناس اللي متعلمين جدا واللي يفكرون بالمنطق واللي العلم واللي العلوم دائما يقولون الهال العلماء وهذه اللي يدرسون وايد كلما المنطق عندهم زاد كلما إيمان منقل عشان يبون كله منطق وهالأشياء ولكن انت رجل فيك دين وايد وفيك إيمان وايد فكيف انت يستكسر هالقاعدة انت انسان يستقول انا كلب بالرياضيات والفيزياء ولكن لنحي مؤمن بالخالق ومؤمن وعندي إيمان وعندي يقين كيف كان هالرابط ومع عنا وايد ناس ما عندهم هالرابط خلينا اتفق على نقطتين انا هنتكلم عليهم واحدة واحدة وجود الخالق ممكن يكون بالإيمان وممكن يكون بالعلم تمام وانا هنتكلم عندي وعلاقتنا بالدين للأسف ممكن تدفعنا للإيمان ودفعنا بعيد عن الإيمان ودي حقيقة للأسف في وقعنا الحالية أنا وانا عندي 16 سنة أنا بقول لك مجنون موت في الرياضيات وانت عايش في مصر ومصر مجتمع يعني بيجبروك ان انت تعيش زينا كلنا لازم نقبل كلنا زي بعض وجزء من المجتمع اللي انا كنت فيه كان متدين جدا فانا سألت نفسي قلت ده واضح ان انا هعيش الحياة دي بقية حياتي حياة الدين دي فانا المفروض ان انا ايه ابقى على يقين زي ان بقول لك انا ما بفهمش قوي غير لما اقلب الحاجة للرياضيات فقعدت ان عندي 16 سنة عملت حسابات الخالق حسابات الخالق الحقيقة اخر اخر تشابتر في الكتاب الاولاني بتاعي حسابات الخالق ما فيهاش شك لما تفكر في ربنا سبحانه وتعالى بالرياضيات عبارة عن ايه عبارة عن فيه ناس تقول لك لا ده اصلحنا حصل لنا ايه ايه يعني الطبيعة عارفت تطلع مننا حاجة كده بانه تفضل تجرب وتغلط وبعدين تجرب تاني وتغلط وتجرب تاني وتغلط لحد ما فيه في الاخر ظهر انسان تمام ده العلماء العلماء بيقول لك لا ده هو احنا ده تطور والمتدينين من الناحية التانية يقول لك لا يا عم ازاي بس ده سيدنا محمد قال كده وعيسى قال كده وموسى قال كده ولا انت عارف ولا انت عارف ده حقيقة الامر يعني اللي بيقول لك القصص دي كلها ده مجرد قصص هو اسمعها عن حد عن حد عن حد واللي بيقول لك لا ده مفيش ربنا ده ده بيخالف العلم لان انت مفيش طريقة علمية تثبت بيها ان شيء معين لا يوجد ما ينفعش تثبت عدم وجود شيء ينفع تثبت وجود شيء ليه لانه لو انت لو مع الكون اللانهائي وقدراتنا ان احنا اللي هي بتتطور طول الوقت انت كنت في يوم الايام ما تعرفش ان في حاجة اسمعها مايكروب لكن مع تطور العلم عرفنا ان في حاجة اسمعها مايكروب كان لا يمكن علمي انك تثبت عدم وجود المايكروب تمام لما تتحط انت في موقف زي ده في الرياضيات لما تقبل انت لا يمكن تثبت 100% نحية ولا 100% نحية التانية ونستخدم theory of probability اسمها ايه probability احتماليات الاحتماليات نستخدم الاحتماليات نقول ايه احتمال انه يكون فيه خالق واحتمال انه مايكونش فيه خالق فانا بسطت الموضوع ببساطة شديدة قلت ايه احتمال ال randomness انه هو المحاولات الخاطئة تطلع بني ادم وانه احتمال التصميم انه يكون فيه مصمم لوجود البني ادم الفرق ما بينهم بسيط جدا العلم بيقولك ما انت لو عندك لا نهائية من المحاولات في النهاية واحدة منهم هتنفع لو انا قلتلك خد زهر عشر تلاف زهرة وارميهم ونشوف هتقدر تطلعهم كلهم ستة ولا لا هتقول لي والله لو انت عايزني ارمي عشر تلاف زهرة ديني بقى خمسة مليون سنة هفضل ارمي 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 بعد خمسة مليون سنة واحدة منهم هتطلع ستة 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 مظبوط فالعلماء بيقولوا لا ده هو اكيد احنا فضلنا نرمي الظهر لحد ما ظهر بنياته مع افتراض انه مفيش وقت محدد لخلق البنيات لكن العلم نفسه بيقولك لا ده الكون بدأ من 13.7 مليار سنة كوكب الارض ظهر من 4.3 مليار سنة الحياة ظهرت على كوكب الارض من 3 مليون سنة الحياة اللي هي المالتي سللر يعني مش مجرد اميبة وكده ظهرت من حوالي اعتقد احنا 300 ألف سنة اللي هي الماملز يعني تمام فما تاخد بقى المعادلات بتاعة الاحتمالية وتحط فيها عامل الوقت تلاقي انه مفيش امل مفيش حاجة اسمها انه ممكن الوجود ده يكون نتيجة الترايل ان ارمي منفعش ان انا اكون بجرب وغلطة تديلك مثالين بسرعة شديدة جدا جسم الانسان فيه 20 ألف بروتين من الاجزاء من الحاجات اللي مش مشهورة قوي في العلم بتاع البيولوجي البروتينز بتشتغل ازاي البروتين ده عبارة عن تخيلوا على انه عقد معمول من أمينو أسيتس بتفضل تاخد اتنين صفر وواحدة حمراء وثلاثة زر وهكذا وتجدلهم سوا كل واحدة من الامينو أسيتس دي بها خاصية خاصية بتاعتها واحدة منهم بتقول انا هدور ناحية الشمال والتانية بتقول لا انا هضغط على الجنبي وهكذا البروتين بتاخده كده وتقوم سايبه في الطبيعة فيبتدي بيسموها يتني على نفسه تمام؟ لو لو انت أخدت واحد من البروتين هدي و سيبته في الطبيعة علشان يفولد بشكل أقصر أقصر واحد منهم أسهل واحد فيهم علشان يفولد على نفسه بالشكل اللي بيطلع البروتين اللي موجود في جسم الإنسان محتاج اتنين وسبعة من عشرة مليون مليار 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 عمر كوكب الأرض من السنين علشان يتني ده واحد مش عشرين ألف تمام؟ دي حاجة الحاجة التانية تاخد التطور يقولك ان احنا كان في حاجة اسمها homo erectiles وبقوا homo sapiens اللي هم البني قدمين انا قلت لو نفترض ان الفرق ما بين ال homo erectiles صعوبة خلقه كصعوبة كتابة جملة من واحد وخمسين حرف جملة من واحد وخمسين حرف تعمل الحسابات تمام؟ عشان تفضل تجرب وتغلط وبعدين تجرب وتغلط وبعدين تجرب وتغلط محتاج ان انت تلاقي برضو اتنين وسبعة من عشرة مليون مليار 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 ملي العلم بيتجاهل الكلام اللي كتبه داروين اللي هو بيقوله بس انا ما عنديش تفسير لمراحل معينة من التطور كان بيظهر فيها خلق بشكل واضح جدا العلم بيتجاهل ان انت لما تشتري سيارة مرسيدس او سيارة اودي اي فور ان الاي فور ما هيش تطور من الاودي كواترو لا ده في واحد تصمم الاودي كواترو بعدين نصمم الاودي اي تي بعدين نصمم الاودي اي فور وبعدين نحسن الاي فور وبعدين عمل الار ايت كل الكلام ده يا شكله على انه تطور شكله ان الاي ايت او الاي فور متطورة عن الكواترو لكن فيه تصميم في كل واحدة منه تمام فانا وصلت للموضوع ده انا عندي 16 سنة بمنتهد تصدق انا لا اؤمن بالله انا على يقين عقلي تام بوجود مصمم خلق الكون اللي احنا فيه يقين يقين يعني انا شايفه قداني من كتر ما انا فاهم الماثماتيكس كتر ما انا فاهم الرياضيات تمام لو انت وصلت لدي تبتيج تتساءل عن الدين ده الجزء التاني اللي انا كنت بقولك عليه انا بقول بصدق شديد جدا انه الدين سواء الاسلامي او المسيحي او البوزي ولا اللي انت عايزه بيجي نبي برسالة اوكي تدقق وتبحث وزي ما كنت بحكي لك قبل ما بدأنا وينعزل عن الناس ويتأمل ويتجي له رسالة تمام الرسالة دي بياخدها بعده اتباعه اتباعه بيسعوا على قد ما يقدر على قد ما يقدر لما يسعوا بيوصلوا لنا شيء الشيء ده ممكن نعمل الجيم دي ما بيننا ها لو انا قلت لك كلمة النهاردة في ودنك وسألتك ان انت تقولها شينيز وزبو شينيز وزبو كويس فانا تسألت لنفسي قلت لنفسي هل انا الدين ده مية في المية صحيح فلاش نتكلم على الاسلام عشان محدش يزعل مننا احنا بنتكلم عربي دلوقت اوكي نتكلم عن البوذية رحت مرة ازور الدالايلاما في درامسالة لقيت عندهم مية وعشرين كتاب ده كلام البوذة اوكي وعجنبي بقى الجامعة البوذيين متأملين جدا وقولا ده كلام بوذة انشان طولهم يا جماعة ماينفعش يبقى ده كلام بوذة ماينفعش ليه لانه بوذة كان بيتكلم سانسكريبت وبعدين بعد ما مات بمش عارف ربعمائة سنة ولا ستمائة سنة كتبوا اللي هو كانوا هم متصورين انه هو قالوا بالسانسكريبت وبعدين بعدها بمش عارف كم مئة سنة ترجموها ترجموها للتبتن وبعدين كتبوها وبعدين حطوها هنا فما فيش ولا كلمة في الكتاب ده كلام بوذة يعني ماينفعش فاعتقادي والله اعلم ان انت لو تتأمل الدين بجماله بالاسنس بتاعه اسنس يعني حتى بساطة حتى بساطة بساطة بس كده تلاقي تلاقي فيه درر من الجمال لما تبطيت تتخل بقى في التشدد بتاع لا اعمل ديو ما تعملش ديو سوي ديو ما تعملش ديو فيس overtook بتفقد الفكرة الفكرة هو لو تتأمل كل انبياء الله لو تتأملهم على انهم قدوة مش معلم هم هم هما كقدوة كانوا بيعملو ايه بص يبص على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم كان بيعمل ايه؟ كان بيبحث ويروح يبص على الشمس يقول له هذا ربي هذا أكبر ويروح يش بص على صحيح؟ هو هدفه من أوله لأخره انه بيدور على ربنا بيدور عليه كويس؟ وبعد ما يبقى خليله الله يروح يقول له يروح يقول له ربي أرني كيف تحي الموت؟ قال او لم تؤمن؟ قال او لا بلا ولكن لي اطمئن ار قلبي يعني مفيش مانع ان انا تساءل مفيش مانع ان انا اتدقق ابحث ابحث فلو هم قدوتنا يبقى انا دوري في حياتي وانت دورك في حياتك اننا نبحث عن الله نبحث عن الله بايه؟ نبحث بان احنا نقرأ الدين ونتدقق فيه ونقرأ غيره ونعرف ونبحث ونقول له ندعيله نقول له يا ربي هديني ونقعد نبص على السماء زي ما هو قال لنا نبص على السماء ونفكر ونقول وهكذا لما نقعد نفكر في الكلام ده كله تلاقي ان الدين ده متعة ده متعة ان انت ده هو ده البحث الأكبر بس ما هواش التدقق بتاع لا بس على فكرة البس كده وقلع كده واسجد كده واركع كده ولازم رجلك تبع على الشمال كمان ليه يا جماعة ليه؟ أنا عارف لانا بقوله ده هيزعى الناس كتير لكن هدفي في النهاية ان انا ألاقي ربي ومن كان فمن كان يرجو لقاء ربي لقاء ربي يعني ايه؟ يعني انا عايز ارجع لربي ارجع له ازاي اونا ما بدورش ما بتفكرش ارجع له ازاي لو حد قال يعمل كده وروح اقتل الراجل ده؟ ازاي يا جماعة طب معقول اروح اقتل الراجل ده من غير ما فكر مش هو ربنا قالك وقتله النفس الذي حرم الله إلا بالحق ده مش لازم اقف كده وقفة واسأل نفسي يا ايه طب الراجل ده فحال ان اقتلوه ولا ما اقتلوه مشكلتنا ان احنا حد في النص كده وكل الديانات على فكرة مش بس مش بس اسلام كل الديانات حد في النص قالك بس خلاص كده ما تفكرش انا بقولكش اعترض بقولك تفكر تساءل لو فكرت بقى جماعة العلم والدين تبقى انت على ايه؟ على يعني زي ما بيسموها احسن ال ايه؟ يعني افضل الناحيتين يعني قلت كلام في اللقاء اظن بيعيبك عشان انت عالم احسبك عالم يعني كنت اقول ها منطقي انا البسيط اقول لو ربك صممك مثل ما احنا مؤمنين وصمم هذا الحلو اللي داخل بس انت ما تستعمله ما يستزعل ربك انت ربك حطالك مكينة تخترع وتفكر وتتخيل هالخيال اللي الحيوان ما عنده ان احنا نقدر نفكر في مستقبل نقدر نتخيل نقدر نقطط الحيوان ما عندها شيء فلو انت تتم عايش حياتك هباء وبس تمشي مع التيار وبدو ما تفكر وبدو ما تبحث خسارة بدو ما تسافر بدو ما تجرب اكل بدو ما تقول يا انس خطورة انك توقف قدام ربك يا ربي يا ربي نحظر ان احنا نوقف قدام ربك الخطورة ان انت توقف قدام ربك وتقوله يا ربي من عملتي زي ما قالولي ويطلع ده غلط اكبر بكتير من ان انت تقوله ده انا ما عملتش زي ما قالولي بس كنت بابحث هو ايه مش ربي سبحانه وتعالى قالك في القرآن ان الله يغفر الذنوبه جميعا الا ان يشرك به في نص سورة الكهف مش بيقولك فمن كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صالحا واحد ولا يشركه بعبادة ربيه احدا قصة كلها في الشرك قصة كلها في الشرك فلو انا هشرك بربي ان انا مش عايز اتفكر فيه ان انا فيه حد قال لي كلمة فانا خفت ومحاولتش ان انا ادور عليه لا لو انا هشرك بربي ابني علي دي واحدة ما كانت من اصعب 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 اختبارات حياتي لانه بعد ما علي مات الله يرحمه يبتدى انا وجهة نظري تقول لا دا انا عايز اعمل صالح عشان ابقى مع علي عشان لما موت اجتمع بعلي يعرف ده اسمه ايه اسمه شرك ما ما ينفعش لو انا قلت النفسي انا عايز لما موت اخش الجنة يبقى انا بقول انا عاملي للجنة مش لربي سبحانه وتعالى هم هو ربنا عايز منك ايه عايز منك اسعى 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 وعمل هم ولو غلط تستغفر عشان اخفر لك هم لكن متشركش بيا حتى متشركش بيا الراجل الامان بتاع المسجد متشركش بيا الكتاب اللي اتكتب بعد ما انا نزلت القرآن متشركش بيا كلامك وتعاملك معي انا دايرك مباشرة كلامك وتعاملك معي مباشرة مباشرة يعني ايه يعني تفكر استخدم عقلك ده وروح اقول يا رب اهديني رب اهديني انا ممكن احمره غلطان انا بقول قدام المنشاهدين كلهم انا احمره غلطان بس بسعى بدور بسعى بدور لان بحب ربي بحاول اوصل لربي وبقرى الدين وبقرى النصيحة وبقرى الصحيح وبقرى بسمع الشيخ في خبط الجمعة وبسمع 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 بعدين استفتي قلبي يقول يا رب معقولة معقولة احنا المسلمين اجمل من اجمل ديانات الدنيا ننزل نقتل في الناس بالمنظر ده معقولة يا ناس معقولة مع ان القرآن كله يقولك ادفع بالتي هي احسن يقولك ان هم اللي لازم يعتدوا الاول لازم نتفكر يا جماعة لازم نسمع لازم نستخدم اللي احنا دهولنا محمد انت تكتب وايد عن السعادة هل انت سعيد السعادة ما كنت في حياتي بس خل عرف السعادة خلي بالك عرف السعادة هممم؟ السعادة احنا قلنا events minus expectations يعني وجهة نظرك في واقع حياتك ناقص توقعتك توقعتك عرف دي معناها ايه بالعربي؟ معناها الرضا معناها أن حياتك موافقة لتوقعاتك أنت راضي بعمرك راضي بحياتك عمري ما كنت أرضى عمري ما كنت راضي أكتر من كده زي ليش وائد ناس تعيسين عشان المعادلة عندهم متزنة عشان المعادلة طبعا يا أناس بنوفد أن ندور بيديلك حياتك مليانة على أخيرها بالخير مليانة على أخيرها بالخير تعرف شو ذكرني محمد شي شفت على أوبرا اسمه gratitude journal أيوه فأنا حين يوميا عندي دفتر على آخر يومي أكتب فيه على أقل خمس لعشر أشياء حلوة صارت في يومي أحس بس مثل ما أنت قلت كل شي لو نعكس المنظور أنا حين أقدر أسوي شي أقدر أشوفك أيوه شوف نظارة شوف بدون نظارة أقدر أحس أقدر أشوف ما في حرب مثل ما أنت قلت لو إيلس بس إيلس أعدد لك تروائدش يا زينة كل زين وعدم وجود الشر زين وإحنا كمان مخينا بيقول إيه مخينا لا ده الاتم ما اشتغلتش في عشر دقايق أنا هفضل مستني عشان مجانين ده أنت ممكن تتخيل أن أنت عايش في سوريا ولا عايش في اليمن ولا عايش في أوكرانيا نحن لبنان يقولك ما حد جادر يطلع حلوسك تخيل تخيل قد إيه ممكن يكون حياتك أصعب عشان كده الجماعة اللي هم بتوع ستويسيزم يقولك أنه من أحسن طرق السعادة أنك تتخيل العناء عشان كده نحن بنصوم رمضان على هالنقطة يمكن أنت تعرف المعلومة أكثر عني كل مرة أنسى أسوي البحث بس في بلاد أظلمين مار ما متأكد يذكرون نفسهم بالموت خمس مرات في اليوم عشان وهم محسبين ولا يحسبونهم كأسعد شعب في العالم على قد ما سيذكرون عمرهم بالموت عشان أنت لو تذكر نفسك بالموت تحب الحيارة بنتك سماعية صح آية حبت آية الله يحفظه يطاول عمرها أنت فقدت علي بس كده طول النهار والليل بحمد بوجود آية بس كده تقول الحمد اللي خليت لي هدية وخلت هدية بس دايما أقول كده دايما أقول يا سلام بس آية نحن ما كناش عايزين آية برضه جات آية شوف آية بقى بحضنها دلوقتي شوف آية بحبها شوف آية بمشاكلها سلام عن نعمة يا سلام عن نعمة بننسى بننسى ليه أنه نحن فاكرين أنه لازم الحياة تبقى كاملة كاننا ماضين بتاع ده تعامل مع مع اتصالات لا ده ايه ده ما فيش شبكة ايه زي ما فيش شبكة يعني ايه يا ابني ده الحياة لازم يكون فيها عناء لازم يكون فيها عناء ما تبقاش حيالة وما فيهش عناء ما تقدرش تتعلم ابني حبيبي كنا بنلعب جيمز دايما سوا انا دلوقتي محترف عشان اقول لك يعني اذا في اي حد فيك انا قتلتم باره في الجيم هو ده كان انا لا على مستوى مستوى أولمبي يعني بس ايام ما كان عادي حبيبي يلعب معي طبعا هو اللي كان محترف كنا نبتدي جيمي انس انا راجل استراتيجي جدا ابص كده على الجيم وقول اه اخر الجيم هنا واجري زي العبل زي المجنون اجري على نحقة ايه اخر الجيم اخر الليفل فعلي قول حاطة الكنترولر ويسيب ويقول لي بابا انت راح فين أقول لي حبيبي هنا اخر الليفل هن وغل لي يعني مين عايزي روح اخر الليفل اخر الليفل خلاص حنت في الجيم اسrèsنا بنلعب تعال للعب كوي gehabt او اه صحيح احنا مش عايزين اخر الليفل احنا مش عايزين نلعب يوم هو رايح على الاماكن اللي فيها ايه انفجارات ودخان وتحس كده انها مليانة بالعداء والاكشن اقول له يا علي بس يعني مش لازم هنا يا علي مش لازم يعني مش ديب مجاتش على ديع يقول لي يا بابا انت مش فاهم ده هنا هو ده اقلطة في حتة هتستمتع بيها في الجيم اه هادربوك كم مرة بس هتتعلم هتتعلم يعني ايه هتبقى جيمر احسن اوكي مش هدف الجيمر الحقيقي مش هدفه انه يخلص الجيم الجيمر الحقيقي مش هدفه غير انه هو يبقى احسن جيمر ممكن يكون بيلعب الجيم دي بيحاول يحسن في نفسه حاول يفضل كل يفضل يحسن في نفسه هم خد الحياة اللي احنا فيها دي كده تخد قلم هم مرة الشغل يقتعبك مرة مديرك يبقى سخيف تتعلم ازاي تتعامل مع مدير سخيف ما هو المدير اللي بعده يبقى سخيف برضو ما هو لازم يبقى سخيف عشان يبقى مدير منفعش ما يبقى يبقى مدير ومش سخيف فهم ازاي تتعلم مرة تخش في دخل الشمال فتلاقي نفسك في زحمة تتعلم المرة اللي بعدها ما خشش من الدخل الشمال هي دي الحياة مع ذلك احنا رفضينها لا لا لازم كل حاجة تبقى سهلة طب والله هي اقسم لكن لو كل حاجة كانت سهلة هتحس انك زهقان وان الحياة مملة جدا برضو هنبقى سعلنين غريبة جدا مع ان اسهل حاجة في الدنيا انا اقول انا وانت سلام ربنا حطت انس في طريقي نه نه ندرد شو نتكلم ونتحك ونهزر ونتباحث ونتعلم و تجربة بعدها تجربة بعدها تجربة دي الحياة نقول لك حياتنا كلها هي اللحظة اللي أنا في هاد الوقت دي وبعدين اللحظة اللي جاية هتبقى اللحظة لنا في هاد الوقت دي وبكرة هيبقى اللحظة لنا في هاد الوقت دي سؤال غير عندي فضول لو تقدر تكون على طاولة عشاء وتختار ثلاث ضيوف معاك ولا عادي يكونون اموات واللاحية موجودين يعني واللي مش موجودين بس اي ثلاثة اي ثلاثة شخصيات المشهورين واللي مش مشهورين سيدنا ابراهيم اينشتاين وتعال شرفنا عشان انت بحبيبي برنا انا بتدخيني اعطالي ما انت اللي عزمتني يلا شرفنا حلو حلو اينشتاين وسيدنا ابراهيم انا يعني من احلامي ان انا لما لما سيب الدنيا ان انا اجتمع بالارواح دي ارواح كتير حقيقة بس بالتحديد الاتنين دول لو تفهم بساطة وتعقيد اللي وصل له اينشتاين بتعرف انه كلنا اخبية يعني مش ممكن هذا البني ادم شاف الدنيا بالشكل ده فدي بالنسبة لي كبيرة جدا لما لما تعرف بساطة ورؤية سيدنا ابراهيم اللي هو شاف في وسط العك اللي حواليه ده كله القرآن يقولك انه كان حنيفا حنيفا يعني معاوج مرة مستغرب جدا يعني معاوج ليه ده ده الراجل نبي قالك معاوجة عن العوجة بتاعت اهله يعني كلهم كانوا غلط فهو محترق منحرف عنهم يبا هو صح فان انت تبقى لوحدك كده في وسط الاف من المهات معاتيه زي ما بيقولوا اخي برضو شخصية يعني فربنا يكرمنا وتيجي تعالى شرفنا تعشى معنا حد سأللي من ابن سبوعين واينشتاين كان على طاولتي بس انا بطلع من هالطاولة بخلي علي حبيبي يا ابني حس احسن انه خلاص انت اطلع مش عايزي انا بايب لك البل علي ان شاء الله بخير علي ان شاء الله في رأيي والله اعلم يعني لو انا لو انا على صواب قريبا قريبا بس خلي بالك الزمن ما هواش دايما احنا متخيلين قريبا هيكون في حضنين ان شاء الله نزي عندي سؤال بعد انت كاتب علي كنت تكلم انجليزي ولا عربي علي كان بيفكر بالانجليزي وتكلم عربي خفيف ويوم تراسله بالانجليزي لاسف لا ما فيدي لاسف ليه هو وبوستوني عادي علي بالانجليزي وانت تكتب كتب بالانجليزي بس ال كابل انجليزي اذا كنت محمد اجرد علي اخرى فإنه سوف تحريره الآن. وأيضا سوف يجبه. ماذا تقرأ؟ شكرا حبيبي على تسعيفك لأيكم. شكرا على تسعيفك لأيكم لأيكم. شكرا على تسعيفك لأيكم الأحيان. سوف أعراه بلى أكريم. إن شاء الله ابني حبيبي لما بعد ما لو تتخيلي أنس لو تشوفني أنا يوم ما علي مات وتشوف علي يوم ما علي مات أنا النهاردة أشبه بعالي عن ما كنت أنا وقتها غريبة جدا 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 شكل يتغير لون عيني يتغير في جزء منه ده خلفية جزء من حكمته ما عرفش إيه اللي حصل ووجوده جوايا ده غير حياة ملايين أنا والله يا أنس بيجيلي مئات ومئات الرسائل كل يوم حد قرى الكتاب حد شف بودكاست حد سمعنا على اي بي توكس ولو أنا فاعتقادي على الناس اللي هتسمعنا هنا في ناس هتعترض كتير قوي بس إن شاء الله تكون كلمة صدقة لو أنا كنت رجعت العلي لو أنت تعرف ابني وهو داخل قط العمليات قلت له يا علي ده هيكون وقعة وفاتك عايز تعيش ولا عايز تموت أقسم لك علي كان قال خد خد حياتي دلوقتي الحين الحين لو هو عارف إنه كان هيأثر في هذا العدد من الناس الله يرحمك يا ابني كان اختار موته علشان يأثر في المسجد أقسم لك إن ده كان ابني فيمكن والله أعلم لو إحنا فاهمين الحياة صح لو إحنا فاهمين إن حياتنا ما هيش الجسد ده وإن حياتنا هي الوقعة وقعينا في الحياة يكون هو عايش أفضل حياة ممكن نعيشها والله أعلم ننزي بعد سؤال غير أبو عارف رايك لو عندي رسالة فيها تاريخ وفاتك أنت أعطيك يا تفتحها ولا لا تفتحها ولا لا فكرتش عمري في الموضوعنا اه 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 افتحها ولا لا هل هتأثر فيها لو فتحتها اعتقد أنها مش افتحها ومن ما تسألت السؤال ده قبل كده اعتقد أنها مش افتح اعتقد أنها لو فتحتها هتغير تصرفاتي في الحياة اعتقد أنها أفضل لي أن أحاول كل يوم على أنه آخر يوم اه انا مش خايف من الموت على فكرة حاجة غريبة قوي بتحصل بعد ما تفقد ابنك مم موت زي الحياة بالنسبة لي المهم أنها تكون موتها صالحة إن شاء الله موتها كويسة أكون عيشت حياتي تعمل فرق وأن يكون ربنا سبحانه وتعالى رضي عني خدني بكرة بالمشكلة فيمكن لو أنت عارف التاريخ ما تلاقيها محاولاتك قلت شمس لو تلخص لي آية في كلمة الشمس ليش حاببتي كلها طاقة وحب ومرح وسعادة وهي الحياة بنتي بنتي الحياة وحكمة كم عمرها؟ آية 29 سنة دخل على 29 سنة بس بص يعني مش عايزة أقولك زعيم 29 سنة وتعاد أبوها قدامها تعلمني الأدب شو رسالة لآية لو شافت المقابلة وشافت اليوم وشافت بعد عشر سنين وعشرين سنة دايما بقول لي آية بنتي أغنية من بينك فلويد أقول لها شاين عن يو كريزي دايمند شاين عن يو كريزي دايمند بنتي مختلفة بنتي فنانة والحياة كتير قوي بتقول لنا خليك زي البقيين لا لا آية آية جوهرة لما بتختلف فأنا نفسي إنها دايما تفضل دايما مختلفة تفضل دايما صادقة مع نفسها عن حقيقة نفسها بلخص لك المقابلة الحياة إذا كنت تقدر تاخذ قلب محمد وحطه جدامك شو قلب محمد يقول لمحمد؟ شوية حنية على محمد حنة على محمد وده حقيقي إن أنا السنة دي ابتديت أخلي بالي من القصة دي شوية لو أنت متربي زيي وعملت زيي وأنجزت زيي تلاقي نفسك على طول في سعي على طول في مشقة في عناقة وتلاقي إنه سهل علي قوي قوي سهل جدا إن حد يظهر لي يقول لي ساعدني هم؟ هسيب كل حاجة يديله كل حاجة عندي هم؟ لما أنا أظهر لي وأقول لي ساعدني تسترجلي على عارف الإحساس ده؟ عايز أبطل الموضوع ده بطل؟ عايز أبقى أحنة علي أبقى شوية أكيد في نيتي السنة دي الحمد لله اتغيرت كتير السنة دي يعني مثلا من الحاجات اللي عملتها مختلفة فالسنة دي فرقت معي جدا أنا بقيت بنعزل مرتين في السنة بروح أختفي عن الدنيا أربعين يوم وأعتقد إن في ناس كتير جواب ممكن تكون تفهمها ده مجنون ده بس بقعد أربعين يوم ما أتكلمش بني قدمين أقرأ وأتعلم وأسمع موسيقى وأكتب وأتأمل وأمش في الطبيعة أو أربعين يوم منفسك؟ لوحدي أنا إنتروفرت أنا واحد من الناس اللي بحب أن أكون لوحدي لا معجزة معجزة بالنسبة لي يعني بكتب تقريبا ستة شابتر مئة وعشرين ومئة وثلاثين صفحة بتأمل في مواضيع أهم جدا في حياتي طبعا بتصل ببنتي بكلم يعني أم علي كده يعني لكن ما عايش لوحدي هدية دي عمري مدتها النفسي قبل كده أكبر أجازة أخذتها في حياتي كانت يمكن ثلاثة عشر يوم واثنشر يوم وبرضو فيها شغل وفيها بشأن أربعين يوم لو الله كتب لك النعمة أنك تكون لك هالموتة الصالحة اللي ذكرتها وتكون بين أحبابك وتقدرت تتكلم شو بتقول لهم؟ لهم الهدف من الدنيا اللي هنا فيها دي ليش أي علاقة بالدنيا دي هدف من الدنيا دي في الدنيا اللي بعدها هي دي حقيقة الأمر والله أقسم لك بصدق هدف الدنيا دي ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون ثم إليه يرجعون عدت منك ثم إليه يرجعون هم؟ بنت ضيعت الحياة دي على الفضل هم والباقي كله بيتيسر صدقني الباقي كله سهل كل حياتنا دي بالسيارة اللي بتشتريها بالأكل اللي بتاكله بلنك كل ده سهل حتى لو حياتك في ضيق برضو سهل هي ثم إليه يرجعون هي دي اللي صعبه هم وآخر سؤال محمد فيك اللي سعي بحث جهل و و وشوق لو اخترنا واحد محمد في كلمة واحدة باحث عن الله بس شكرا حبيبي شكرا 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 شكرا